في حلقة اليوم انطباعاتنا لجهاز الأكس بوك سيريس اكس وأيضاً رأينا بالألعاب اللي لعبناها على الجهاز تابعونا أهلاً وسهلاً وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست كهوه وقيمر معاكم إبراهيم و مشعل وفي كل حلقة إن شاء الله راح نوفيكم بآخر أخبار والتقارير والألعاب الفيديو جيمز حلق المناس اللي يحبون الفيديو جيمز يا إبراهيم شوه نحن ندينه اليوم أول شيء أتوقع فيه وعيد ناس يسألون عن جاسم ومن إليه جاسم وليانا فجاسم صار له ضرب طارق وقال إن اعتذر من البودكاست فالأسبوع هذا راح تصير آنا ومشعل أتوقع بعد الحلقة راح تصير شوي أكسر من حلقات المعتادة لأن بنركز بهالحلقة على الأكس بتجربتنا للأكس بوكس والألعاب الأكس بوكس ولكن أكيد راح نتكلم عن أشياء ثانية منها للعاب اللعبناها خلال سبور غير الأكس بوكس العاب سويتش باختصار فقرة للعاب اللعبناها خلال سبور كلها العاب سويتش راح تصير وبنتكلم شوي عن البلاي سيشن فايف بالأخبار السريعة بس الأخبار المواضيع الرئيسية راح تصير تقريبا كلها مركزة على الأكس بوكس ننزل الشرائكة مشعل مبلش بالألعاب اللعبناها خلال السبور مبلش في الألعاب اللعبناها الأسبوع وطبعا بخلاف ألعاب الأكس بوكس يا صديق إبراهيم لعبت أنا لعبة واحدة على السويتش والتي هي زينو بلايد ديفنتيب اديشن أخيرا لا يعني اللعبة كانت جد مريحة لعبتها يمكن عشر ساعات كنت وايد ما أخذ راحتي اللعبة يعني بالنسبة لي حسيتها ريلاكس حي الحراف وايد عجبني سالفة المكان المفتوح بالبداية يعني أول ساعة من اللعبة هل حسيت أن الفريق هذا هو الفريق اللي بعدين سوى براثة الوالد أو يعني خندل كان من ضمن الفريق اللي سوى خصوصا العالم نفتوح مع البداية الضوالد حسيت لأن في عامل ريلاكس في شيء موجود يعني ما أدري ووايد فيها أشياء مسهلة يعني سالفة أنك تغير الوقت تخلي الصبح تخلي بالليل بسرحة سالفة تبسيط الشخصيات يعني كل شخصية عندها خمس قطع تلبسها وجمس وبس عرفت الشيء المزعج بالبداية اللعبة أمانة وممكن ينفر وايد ناس اللي هو موضوع التوتوريال كل شوي توتوريال كل شوي توتوريال كل شوي توتوريال كل شوي كنت تداش مدرسة وقعد تعلم عرفت شون فهذا الشيء شوي أنا كششني من البداية أعمى يعني خلاني ما أكمل فيها بس عقب ما خلصت المرحلة بديت لا ولا استانس لدرجة ان ترقع سوي بسايد كوست ما ما قعد لا يهتم طلقة سوي الكوستات الرئيسيه لأن معانا أنا مخليها مودي أو مودي 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 وما قعد ليحس ان مودي صعبة يعني الصعوبة حالوة إنا في تحدي تدري لو انت مو حاط اكسبرت مود وكان صارت سهلة لان انت قاعدت سادي كويست البوس فايتس حلوين يعني كل البوس عنده فكرة سالفة اللي تستخدمهم سالفة انك تسوي كومبو بريك ومدري شنو مدري شنو وانا سمعت النصائح اكمالة الفيديو اللي انت تسوي وبلشت يعني لعبت بشلك ولعبت براين جدا يعني فارق علي اللعب وقاعد احس بحلاوتها والعالم حلو التمشي فيه حلو التنقل فيه عجيب وسلسل يعني ترى عالم مفتوح ابراهيم وسالفة التايم ترافل انستنت على نينتندو سويتش احس مادش عقل تقريبا صح؟ هي يعني شي 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 ابهرني انا صراحة شنكعت لعب سيريز اكس لا لا اسرع اسرع الامانة صديق اسرع صح التايم ترافل اسرع التايم ترافل التايم ترافل اسرع الدنيا حلوة والجميل الموسيقى يعني طول ما انت قاعد تلعب الله موسيقى حلوة جهادية قاعد تمشي تسوي راح اظل ألعبها على الخفيف وانا مو من محبي الجي ار بي جي بس هذي انا حس يعني ترى ممكن اكمل ألعبها واشتاق لها وشدي لانا غير يعني يعني مو ترن بيس مو بطيئة كلش اللعبة ما حس ببطء بالقتال ما حس بالهذا انت في تحكم شخصيات على طول يعني بضب بضب وبعدين موسيقى بعدين سالفت ان انت تحس ان في انت قاعد تدخل دائما وانت تلعب اللعبة هذا عامل وايد حلو يخليك اكتف على طول واكتف ريلاكست عارض جون يعني انا شوي كنت تعبان لسبوع اللي فات ولحي شوي تحبان بس ان اللعبة هذي كانت جدا مريحة لي عارض وقدرت لعبها وقدرت استرخي وقدرت يعني استمتع القصة حلوة الى الان الاشياء مثل ما قاعد تقول انت تحس الاحداث او الاحداث اللي قاعد تصور ماجيستك حين تحصر مثل نهاية عالم ولازم احنا ننقذ وشدي واحنا فريق حلو حلو الشي وايت ظروف العالم حلوة تشوق حق ما يصير بعدين بذب 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 زين في سؤال ما تأذيت من اللي شنون تنقل كماندز اللي تروح يمين ويسار بالديبات مبلا بلا بس في طريقة حلوة ان مثلا اذا بروح يمين وانا اقصى اليسارة اقسام تحت واره في يعني سالفة شورتكات حق الموضوع كل مرة انا قاعد اروح اطق اربع طاقات بس ماكسمي او اربع طاقات مين او اربع طاقات والطاقة اللي هي تحت بالفاد هذي تخليني بالنصف بس صراحة لو سوينها بنفس ذينو بلايد كرونيكلس 2 على طريقة اني انقل حركات هذي يمكن اكبر عيب يخليك تغلط يخليك بعد المرات تصير بطيء خصوصا اذا جدامك برايك وتسوي لها توبول وانت قابلها يعني فيه اشياء ممكن تعطلك بس انا انا متفهم ان اللعبة هذي قديمة صج وعلى وقتها السيتم هذا كان يديد السيتم هذا كان يديد وكان شيء يعني كانت مختبسة كانت اول لعبة مختبسة من الامامو طريقة لعب العاب الامامو وايد حسيت مزجت الامامو مع العاب الار بي جي سينجل بلاير هذا الشغلة اللي سويتها لعبة زينو بلايد يعني ما شفناه لعبة ار بي جي عقبها صار فيها العاب ثانية سينجل بلاير كشنها اامامو بس هي اول واحدة انا وايد حسيت انها اامامو طبعا اامامو يعني العاب الماسيف ملتي بلاير جيمز نفس وارد كرافت ونفس وارد كرافتين انا فعلا حسيت اللعبة هذي اامامو صح ابراهيم خصصا انا عالم مفتوح شوف احس الدنيا فاضية باللعبة لا الحين ما ادري عن مناطق امامو بس المساحات كبيرة والدنيا فاضية انا حسيت شذي هذا شيء يعني حلو ان الله ترى هم مهتمين بالدزاين ما للدنيا بس ترى يعني اغلب الاماكن اللي انا نرأت لها وشذي احس بايدة ما كنصج فاضية بس يبون يكبرون الدنيا على الفاضي مو نفس مثلا زيل بلايد كرونيكلس 2 مثلا او براث الظوال بس حلو العالم معنا كبير فاضي بس حلو شوف ممكن بالبداية تحس انهم فاضين بس لعبة زينو بلايد 1 بالتحديد فيها اللي هي هذه فيها فوق ال 400 قامية سايد والاماكن الفاضي هذي فيها سايد 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 ما انصح الناس لما يلعبونها يروحون كل مكان سايد 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 لكن بعدين يصبح فيه كوست لكن هذا الشيء لا يجعل الكوست الكوست لا يعلم معنى لا يعلم معنى انظر العاب JRPG انا اتوقع هاللعبة شالت عامل او شالت شيء موجود تقريباً جميع العامل ترى انت قاعد تلفل وانت ما تحسن ان قاعد تفعل كوست نظر العامل شخص شخص جميع الزجاج شخص انت لا تأخذ خاطئ الكلام تجريبها من القاعدات التحكم المنطقة لكنني لا أدري لماذا أقوم بعمل سايد كوست يصير كل مرة أقول خلاص خلاص أروح للميشن وبعدين إذا أحتج تلفل أرجع لفل وتلقاني لا إرادة إيه كاي يمي يا حرى أروح أسويها وأكمل طريجي تصميم العالم تفكت لك حقه لا كان شيء والإضافة وإضافة إضافة يوريك شون تروح مسايد كوست بالضبط تدري أن على الوية ما كان فيه ما تدري وين سايد كوست تقرأ الدسكروبشن والدور وين كان صعب حيالي حيال صعب الآن واضح جدا خوش لعبة شكرك إبراهيم سأرجع ألعبها لما أكون يعني عندك وقت مضطر أني ألعب متنقلة حسها حلو في شغلة أنت وصلت بيونس لغ صح؟ يمكن بيونس لغ أكثر أكبر مكان مساحة باللعبة أتوقع يعني هو أكبر واحد أو ثاني دور اللغ أين هاللغ أنت بيونس لغ وصلت أنا بريلا نعم المكان اللي فيه جوجو اللي لقيت فيه جوجو أدري أدري أقصد يعني ريلا الفوت مالا يعني ولا اللغ كلها أنت بفخذة هذا القدم أو الساق حسنا هذا الريل هذا النيش سمونها الركب انت هنا والنفق النفق يروح ورا الركب ويديك فوق وشفت اللقطة اللي شفت فيها المكونس جبالك عود كنت انت بالركبة قاعد تشوف وترى لو تدقق راح تعرف انت وينك بكل لحظة نعم حسنا بعدين راح تقدر تشوف أماكن انت كنت فيها هذا المكان اللي انا كنت فيه فهذا شيء معلوب بس توضيح بسيط احنا عايشين على جاينت في عملاقين كبار واحنا عايشين على واحد منهم اسمه بايونس ويأخذونا مكونسات من العملاقة الثانية نعم لا خوش لعب إبراهيم مستمتع فيها صراحة شكرك انك رجعت لي مع اني اقول دايما ان JRPG مو نوعي ولا الشيء المفضل بالنسبة لي ومع ذلك جدا ممتاز اللعبة اتوقع The Action RPG وما فيها بطف وفيها قصة تشد ممكن نعم انزل انزل انت يا ابراهيم شو لعبت الاسبوع انا بس هذي والعاب الأكسورب ما لعبت أي شيء ثاني انا لعبت لعبتين بشكل سريع لانا ما كان عندي يلعبهم ما كان عندي وقت تلعبهم اول لعبة ساكونة افرايس اندروين هذي اللي شفناها توقع اللي طاف كنت تكلم عنها شي شي هذي اللعبة انا ناطرها من زمان الصراحة يعني من العاب الاندي اللي على سويتش متوفرة ايضا على البلاي سيشن فور افضل انكم تشترونها على بلاي سيشن فور للاسباب المبتادة ان اللعبة من ناحة الجرافيك سوايد احسن على البلاي سيشن فور حتى من ناحة الفرايمات الاشياء بس مو معناتها نسخة السويتش سيئة لا مو سيئة نسخة السويتش زينا وتلعب يمكن انا تأذيت من الظل شون يطلع على الشخصية نفسها بشكل قبيح شوي الظل لان حيل مو بس دقة الوضوح الطريقة اللي هيطلع فيها الظل على الشخصيات لو شايلينها احسن بالنسبة لي بس المشكلة هذي مو موجودة بالاماكن 2D بس بالاماكن 3D 2D 100% على السويتش شق الله ما فيها اي مشكلة لعبة تسكنة شون لعبة تسكنة لعبة تسكنة اول شي هي من مطورين اسمهم استوديو تطوير اسمه وهم مكون من شخصين فقط استوديو ياباني شخصين انا مستغرب شون شخصين هم اللي يسووا اللعباتي لان احسها صج حتى الاسبوع اللي فات لما كنا نتكلم عنها انا اصد جانا من بغر اثنين نسوين شذي ايه وحيل حلوة من ناحية 2D جيم بلاي صراحة عجبتني وايد فيها تعرف سوال في الالعاب الاكشن اللي تل العدو حقك ولا تل نفسك لي العدو مثلا فيه اذكر دفل مايكراي دي ام سي كان عنده مسالفة اللي مو بس تل العدو حقك انت تل نفسك انت حقك او تسحب نفسك للعدو موجودة بس هالشي مو بس يمشي على العداء يمشي حتى على المكان اللي انت فيه فانت اذا بتنقل جزء مننا انت تل نفسك تصير كومبوات وتصير سوالف مينونة صراحة بالله تل نفسك فوق بعدين تل نفسك تحت وطقهم لتحت تل واحد حقك روح ورا المدرشين وطقه يعني مناسة صراحة حيال اكتشاف الكمبوات والاكشن والتو دي جيم بلاي فيها توب من ناحية الاكشن توب من ناحية الاستكشاف اوني بلشت ما مداني اشوف عمق الاستكشاف بس احسها مترويدفينيا يعني اول مكان كنت فيه في مكان ما قدرت اروح له فاكيد راح ارجع لبعدين وفكرة اللعبة ان انت بتروح جزيرة الوحوش وتبيت نفس ما تقول انه جزيرة الوحوش ما قاعد نستهلكها مع ان فيها موارد زينة واشياء زينة والعيش عندهم خلص او مو خلص صار شي مو زين بسبة بطلة اللعبة اللي هي هذه فتلفت العيش كلها فقالوا لها خلاص انتي عقابتش انش تروحين جزيرة الديمونز وتزرعين عايش هنا انزين اللي هي جزيرة الوحوش لحظة احنا في جزيرة الوحوش جزيرة الديمونز هم نفسهم انا الديمونز بالعربي سميهم وحوش اوكي لان مفهوم الديمونز غير عندنا هم يشوفونهم كون هم بحوش اوكي ويسمونهم ديمونز بس احنا الديمونز ايوه شي ثاني فتروح الجزيرة هذي والفكرة ان انت عندك حق العيش تروح تيمع موارد وتزرعها وتنطر وتمشي الفصول تمشي يعني فيه لو تلاحظ فوق على اليمين فيه وقت يمر باليوم عندك يوم وقت معين اذا صار الليل يفضل انك ترجع لانه فيه وحوش وايد قوية رح تطلع هم يفضل انك ما تحاربهم بضب وبس تروح وكل ما تروح مكان وتستكشفه يطلع لك مكان ثاني تقدر تروح لها بالخريطة وترجع ولين اي وقت الحصاد تقعد استكشاف وتو دي يعني انت خنقول لعبة تو دي رح يتم فترة طويلة لين اي وقت الحصاد طبعا خلال وقت الاستكشاف انت بتروح تخنقول تهتم تهتم بالحق للعيش مالك لازم تشيل عنه الزرع الزايد تعد المستوى فيه وكل اشياء هذي ما تصير من منيوز انا هذا الشي اللي عجبني فيه اذا بتعد المستوى الماء تروح عند مكان تبطلة عشان الماء فيه مكان ثاني يخلي الماء يتسرب فحلو هالشي انه لا مو منيو انت تنقي فيه يعني ما راح تحس انها منيوات لان الاكشن اللي انت تسويها مو اكشن انت منيوات مو اكشن مو اكشن انا اتشعر مو اكشن مو اكشن مو اكشن مو اكشن مو اكشن اتشعر مو اكشن على مو اكشن ان الناس اللى صج هما اذكر من مزارعين او او كثير او انه استعانى وبناص يعنى صج عندون عيش لان الخطوات اللى تسويها تحس صجية او شي شي لالعيش بعدين حطة شرة خل ينشف بعدين روح داخل وعدين روح داخل الطقطقة مهي شوال فايد هالاشياء تقدر يا انت تسويها او تخلي احد غيرك يسواها يعني ليس كل شيء في بعض الأشياء التي تفعلها حتى غيرك تفعلها وكل يوم بالليل لا أريد أن أزرق أريد أن أأكل العشق كلها طعا عنده شوية يأكل لا يكفي هذا ما منه فايدة لا أعرف سيوي ولا شيء لديه معلومات عن زراعة ولكن لا أعرف أن يزرع كله يخرب الأشياء عارفت أنه عارفت أنه كل شيء ثيري عنده نعم بضع بضع عشان يقول لي بس هو يأمر يقول لي بس هو يأمر يقوم بعمل ذلك أنا اللي فهمتها منك نوع البلاتفورمينج اللي هو تيمع فيه الموارد أقرب إلى مترويدفيني أنا أي والجزء الثاني من اللعبة اللي هو مزرعة تكمالة العيش اللي قاعد تتكبرها حق الجزيرة والعيش شنو فايدته كل ما سويت حصاد أحسن وفيه وايد أشياء تأثر يعني أنا بفيديو خلنا نجرب سويت حصاد زفت على كل شيء مو زين ففيه أشياء وايد أثر إذا سويت حصاد زين تلفل شخصيتك تخليها أقوى ها حلو طبعا شخصيتك مو إنسان يعني من من العالم الآلهة مالوث اليابانيين وشذي يعني وهي المسؤولة عن الحصاد حلو وعفست الدنيا عندهم كان يقول لها معودة نروح إلى جزيرة الوحوش عشان شياطين الوحوش تعدلين غلطتك عجيبة صراحة بحيل حلوة الحين اللعبتها شوية بس بما أن يعني وصلنا اكس بوك سيريس اكس وشذي يعركز شوية على اكس بوك سيريس اكس لأن أحس في ناس وايد تبيت تأخذ رأي عن أو تأخذ أو تسمع رأينا عن الأشياء هذه فحاولت أني أركز عليهم أكثر الحين قاعد يصير في ناس أكون هل أكمل ألعبها على سويتش ولا يعني ألعبها على جهاز ثاني والحين متوفر لي بلاي سيشن فايف أو أنطرها تصير موجودة بجيم باس ما أدري إذا تصير بس يعني بس لا أتوقع راح أكمل على سويتش ما أتوقع راح أقدر أنطر يعني لأن حين أنا قاعد أشوف الفيديو اللي انتهى قاعد أصير فدي ألعب الألعب واضح أنا قاعد لعبة واستعلها ننتندوية يعني نوعا ما فيها حس ننتندوية تصدق ما عدا سالفة الجرافيكس البوليش بوليش ما الجرافيكس أحسها ننتندوية صح أحساس أحساس فيها ما يشفر لا حلوة يعني واليصد الموضوع أن المطورين اثنين ما أدري شون سوها هالكوالاتي ترى شي رهيب يعني أتوقع هما الأساسيين الثنين الملوت الشركة وأكيد استعانوا بشركات ثانية كـ مو معقول لاثنين بس المسوين هاللعبين ايه ما ينجرى لازم نشوف قصة تطوير اللعبة نعم شون ما لعبة صراحة رايس الرايس اللعبة ثانية هي كينغدوم هارت مموري لعبة ريذم لعبة موسيقية من كينغدوم هارت وانا انطر سيريس اكس توصل وانا قلنا سيريس اكس قلنا بنبطلها مع بعض فوصلتنا قبلك بيوم فاليوم هذا شوية تفلي قعدت تلعب اللعبة هذي شنو ميزة اللعبة هذي انه اه هي من احسن لعاب انا حب لعاب الرذم ولعاب الرذم احسها تصلح بورتبل حي تصلح بورتبل وهذه ست 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 تصلح اني لعبها بورتبل فعاجبتني من هالناحية نزيل الان كينغدوم هارت اللعبة هذي ما انصح فيها الا اذا انت تحب كينغدوم هارت حتى لو انت تحب رذم جيمز ما انصح فيها لانا في وايد العاب رذم جيمز ممتازة بسعر اقل وايد فاذا انت ما تحب كينغدوم هارت ما عندك اي سبب تشتريها اللعبة كل شيء موسيقتها موسيقتها شوف ايه حين كينغدوم هارت سلسلة موسيقتها عجيبة حيل حلوة حلوة بس اول الجزاء على البلاي سيشن 2 مزين موسيقتهم حلوة بس موسيقى الانفايرومنت كانوا شوية مملين جدا ايام بلاي سيشن 2 يعني مثلا لما تروح عالم علاء الدين موسيقى وانت تتمشى بعالم علاء الدين ولا موسيقى وانت تتمشى بعالم هيركوليز هيركوليز اي هذالة لوب بس قصير ومو انترستن كل شيء موسيقى موسيقى بس حاطينهم كلهم هني اردت فهذا شيء شوي مل لانا الاغنية مو حلوة ايام وانا ما حقيت انه بيحطون كل اغاني كل اغاني للانفايرومنت يعني انت شنقع توصل باللعبة عن طريق الاغاني اردت ايام كل العوالم راح تزورهم يعني هذا الشيء الوحيد للنقطة السلبية من ناحية الاغاني بس فانا متحمس اني اوصل الاغاني اللي حق بعدين خصوصا كيندم هارت ثري الالعب وايد احلى والحين وصلت كيندم هارت ثو هو شين فكرة اللعبة انت قاعد تعيش ذكريات الالعاب عن طريق الاغاني للالعاب فقاعد اللعبتيني قاعد اوصل كيندم هارت ثو شيء اللين اوصل ثري اخر شيء اوصلت وصلت ثو والاغاني احلى قاعد تصير ابتو من اواني فاتوقع كل ما اوصل الاجزاء اللي عقب راح تصير لاغاني احلى الجيم بلاي فيها حلو اللعبة قديمة اللعبة هذي قديمة لا لا مو قديمة بس كرافيكس هاتشنا قديمة لان ماخذين الموديلات ملوت بلاي سيشن 2 ومعدلينهم ليش اتوقع لان انت تبلش بعالم كيندم هارت ثو هذين موديلات ملوت كيندم هارت ثو فعشان تذي يحطين موديلات كيندم هارت ثوان بس بعدين اذا رحت توقع العالم ثانية بس حلوة هل تسوى ستين دولار ما تسوى الا لديك شخصيات للشخصيات الطيقة Align و أنا مزيج حلو و لا أعرف, هذه اللعبة حق الوقت الضائع ممتازة جداً و سأخلصها أنا متأكد عندما يصير لدي وقت ضائع سألجأ لها على طول وضع لك كايدنس في هيرول لا أشعر كايدنس غير ليس ريذم غيام ليس ريذم غيام الموسيقى واحدة تراك و يخلص صحكراً كايدنس لازم أثبت مثلاً وين المكان الفلاني وين الهذا إذا متعد عيد من نص الخريطة يمكن أنا من طلع فاس ترابل بوينت فيها وايض أشياء تحتاج أتنشن أكثر هذي صفر أتنشن لشن العالم لي هاي اضغط و أنا ريذم جيمس بالنسبة لي مغير تفكير ألعبهم تغريباً كايدنس غيام كايدنس لما أمشي مع الرذم لما أمخي مع الرذم حيال مريح بالنسبة لي و بس حل واحد اللي يحبه مارتس غير ما أنصح فيها أبداً خصوصاً السعرها 60 دولار وهذه الألعاب اللي لعبتها خلال الأسبوع غير سيريس أكس مريح الحلقة بصير سريع اليوم شكلها أذوقنا مختلفة بالألعاب مريح مريح شكراً مريح صعب إذا أنت ملاعب كينغم هارسيان بلايستيشن 2 صعب موجود مريح خلصنا من الألعاب اللي لعبناها خلال أسبوع ننتقل حق فقرة الأخبار السريعة أخبار السريع الأخبار السريع اليوم عندنا خبارين سريعين كلهم متعلقين بالبلايستيشن 5 تذكر لعبة بي تي بي تي لعبة رعب مالة كوجيما مريح نزل لها ديمو على البلايستيشن 4 وعقبها على طول صارت المشاكل بين كوجيما و كونامي وطبعاً اللي خلص الديمو اكتشف أن اللعبة هي لعبة سايلنت هيل جديدة اسمها ببطولة نورمان ريدس اللي بعدين لأن اللعبة هذي فشلت وكان معاهم يعني الناس اللي كانوا يسوون لعبة سايلنت هيلز عقبها راحة و سووا جير مزلتورو هو اللي ييك يشرح لك سام لا تفعل هذا سام يجب ان تضع على الصوت سام عرفتها من صوتها واضحة و لعبة بي تي تشتعل على البلايستيشن 4 شعلوهم من الستور كونامي بس إذا انت منزلها وقعد تلعبها على البلايستيشن 4 تقدر تلعب يعني تقدر تلعبها دامك منزلها موجودة بجهازك والناس محتفظين فيها هذي يعني الناس يعني في ناس ما راح جهازي بلايستيشن 4 ما راح تولى اوبديت حتى الى اوبديت تقدر تلعبها بس ان ما راح تشتعلها مستور لانه اقدر العب في بي تي الزين على البلايستيشن 5 تقدر تلعب اغلب الالعاب البلايستيشن 4 صح صح وفي العاب معينة 10 العاب قالوا ان ما راح تشتغل او شي جديد بي تي شنو وضعها منهم منهم ما تشتغل بي تي شنو وضعها اللي صار انه على كلام سوني قالوا انه بي تي تشتغل على البلايستيش ما في مشكلة شقالة و تمام كل شي تمام بس كونامي يو وقالوا لنا وقفوا لا تخلون له بتشتغل على البلايستيش فكونامي احنا كان عندنا عمل ان تصدتها شركة زينة من فترة الاخيرة شوية ولكن للأسف واضح انه هما ما يبون اللعبة هذي تبقى بالتاريخ يبون يمسعونها من التاريخ فاللعبة كانت شقالة بس لان كونامي ما خلوا ما ادريش صار يعني يمكن سوني حاول تاخذ منهم موافقة حق مو حق مو حق التخنيا لا لازم فيه لان ترايد مارك تحت كونامي فالجهاز الجديد اللي هو بلايستيش 5 لازم يسعون عندهم اللايسنس حقه او شيء ما ادريش اللي صار بالطوق بس ان كونامي وقفه ان تشتغل فاي واحد انزل بلايستيش 4 ومنزل بي تي طبعا اللي مو منزل بي تي خلع صرحت عليه ومنزل بي تي احتفظ بلايستيش 4 اخرى قليلة بس ماذي متأكد وين بالضبط انزلت بس متأكد اليابان وامريكا اوروبا اللي عارفة شنات يوم 19 احنا يوم 19 ماذي وين بعدين ماك ثانية ماذي متاح انزلت وكان يوم الصدور كارثة صراحة من اللي قريته واللي سمعته بالنتمت عن اللي حاولوا ياخدون الجهاز في مواقع تعاملت مع الموضوع بشكل زين بس هم بسرعة خمص الجهاز اكيد يعني لان عليه الطلب مستحيل في المواقع اللي مو همهم والله اي اي واحد يشتري كيف يطقعك الكمبيوتر يشتري بوت يشتري ما همنا يعني في بعض الناس يهتمون لنا وخصوصا بلاي سيشن نفسهم اذا تشتري منهم دايركت مهتمين ان ماخذين خطوات اللي يتوقف البوتات البرامج الكمبيوتر اللي هي تشتري طبعا هذي اللي يبون يشترون الجهاز عشان يبيعون يستخدمون البوتات والبرامج عندنا وولمارت مثلا مثلا فتحها بحري ولا عندنا وكيفكم اللي بيشتري يشتري بوتات انسان ما نشغطي واللي صار شنو مضبطين طبعا ماكو تروح محلو تاخذ بلاي سيشن اي 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 اون لاين بس حتى يوم الصدور لازم تطلب اون لاين فاللي صار وولمارت قال احنا راح نبلش اول شي ساعة تسع نستطيع طلبون بعدين ساعة ثلاثة بعدين ساعة ثلاثة بعدين ساعة ثلاثة كل مرة عقب ثواني يصير كراش حق الموقع خلف في الموقع كل الان يرى هم نشتري شيء وكل مرة يطلون يصير نفس الشيء وعقوبها بي من نص ساعة تذهب تشاهل بلاي ستاشن فايف اللي موجودين في اي باي تشاهل اسعار تخيل 2000 دولار لماذا امازون على 1500 دولار اتوقع اتوقع ناس الموضوع يعني فشي غريب يعني هالفرصة ترى ما تعود تقرر ظاهرك؟ لا 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 لازم تأكد انسي انا دايما ايدي تحرك عجيز اشياء في انسيك المهم سوري لازم اوكر اوكر على الاشياء اللي طلع اصوات ايه ايه اخذلك هذي سكويز بول ايه فالحين يعني وايد الجهاز علي طلب وسوني طبعا كلها يعدون يقولون ان في دفع ايايا في دفع ايايا فاكبر غلطة ان اي واحد يبي الجهاز انك تشتري الحين بسعر غالي اكبر غلطة ايه سوني تدري ان وايد ناس يابونه وتدري ان في وايد بوتات وناس اللي بيشترون شكثرهم بس عشان يبيعونها مرة ثانية فاذا شرايت الحين انت بتحفز لما يصير في سبلاي مرة ثانية تحفز هذيلا ان يشترون ايه ايه اكيد في ناس يعني واذهب الجهاز وما حصلته وناطرة صج بس يعني في ناس وهذا اللي مفروض ما يشترون الجهاز بس انه الكل عنده وانا ما عندي شلون بس يعني مولا عنده لعبة بيلعبها ولا هذا بس يسمونه فومو ليش الكل عنده وانا ما عندي لا انا لازم اصير عندي نفس الشي اذا 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 لا اشوف انا وقت الصدور في شيء قوي يعني اوكي ديمون سولز ريميك مالز مراليس يعتبر ملعبك كاملة كاملة يعني دي ال سي بس يعني شوي احسن فبس قلت اقول هالشغلة يعني نحذر الناس يعني انا انا من الناس اللي اضم صوتي الى صوتك و اقول انه ما انا ما راح اخذ البلاي سيتيشن فاي فاح اول شي انا ناطر الفيرجن الديجيتل وهذا غالبا ما يكون متوفر عندنا بالسوق و ناطر لما يكون متوفروا الكثرة بالسوق لان ما اكوا اي لعبة اي بسعر طبيعي طبعا راح اخذه بحد ذلك صراحة لا وبعدين ترى يحطيهم العافية الغانم والشركات اللي عندنا ترى ما ادري احني احنا وضعنا احسن يعني بره بحتى امريكا الاكس بوكس مو متوفر كثرة نهمة بس بلاي سيتيش فاي فهم نادر عندنا يعني الحمدالله انا حصلت ان شاء الله و راح اذا وصلني راح اتسوي بس صدق يعني انا ترى لو ما عندي قناة يوتيوب كان ما شرعت اي انا ادري اني بشتري اول و تالي نزعين اي عندي دافع ان اشتري الخين عشان اغطي الجهاز بالقناة بس لو الدافع هذا موجود كان شرعت عقب لان شنو الالعاب اللي بلعبها على البلاي سيتيشن فايف موستر هنتر موستر هنتر العب مع منو انت راح تلعب معي بلاي سيتيشن فايف محلو انطرك على المالودين مالك خلص صرط موستر لفترة معينة سكوير اينيكس احسن شوية بس احين اعطيك مثال احسن مثلا لعبة اتليا يديدة اتليا رايزة 2 انا راح اخذها على سويتش طبعا بس انها بس اختمها كمثال راح تنزل على سويتش بلاي سيشن 4 وبلاي سيشن 5 ما راح تنزل على اتس بوكس لانه ما تنبع بره اليابان هي لعبة تنبع اكتر شيء باليابان وانا احب الالعاب هذي فاذا بلعب الالعاب هذي وانا وايد حشتني مشاكل من ناحية الجرافيكس وهذا بالسويتش والفريم رايت نفس فايري تيل ما قدرت العبها من هالسبة فراح ابدل ان اشتري اللعاب على البلاي سيشن 4 او 5 طبعا فاحسن ان يكون لدي 5 طبعا اكيد طبعا طبعا اني اول و تالي راح اشتري اذا مو الحين بعدين بس دا مني حصلات الحين ناخذها عشان بنضيح وبس هذي الاخبار السريع عندنا اليوم اخبار تخص بلاي ستيشن مكثفة على بلاي ستيشن صدفة 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 والحين ننتندو طاقة ترى ما عندهم في تبي خبر سريع شدي يقول لك ننتندو اول مرة تفصح عن مبيعاتها بوقت غير الوقت التقرير المالي وقالت عن مبيعاتها بامريكا انوصلت بشهر عشرة بس سبعمية وخمسين الف شهر واحد جريب المليون بشهر واحد ويعتبر هذا بس بامريكا بس بامريكا هذا ويعتبر هذا ثاني افضل شهر لأي جهاز بكل الاجهزة اللي بامريكا اي وافضل شهر لجهاز كان شهر كان جهاز الوي حلو افضل شهر عشرة اتوقع فقط شهر عشرة التحديد لانا اكيد الوقت ينزل في الجهاز يبيع اكثر من سبعمية وخمسين الف على حسب ما دي والله ممتاكد افضل شهر عشرة اتوقع ايه اخبار سريعة وهذا خبر اصلا مكاتبة بس قلت يا الله خمسين عشان الناس ما يصير فيهم شوي فقرة ننتندي نعطيكم خبر اكثر شهر باع وما حطم رقم الوي الوي وصل ثمبانمائة الف بس يعني ها الملكسستاني بس طبعا الوي هبه كان لفترة شمسينا بس سويتش عقوبشم ثلاث سنين الهين و قاعد يوصل الارقام فهذا شي يديد فعشان كذي الكل متوقع وانا واحد منهم ان نبيعات السويتش بالنهاية راح تطوف الوي مع الراحة ابراهيم تنصحني اخذ السويتش لايت ولا السويتش عادية اخذ السويتش لايت مستعمر انت لقدت الاجابة هذي من قبل و اي واحد يسئل سؤال اقول لا الاجابة بس فنشوف الوي طبعا باعت فوق الامية مليون والسويتش الحين وصلت شي سبعين مليون راح توصل السويتش شي سبعين ثمانية وستين تسعة وستين سولي ثمانية وستين تسعة وستين اي اخر مرة تقريبا تسعة وستين تسعة و ماذا تسعة خلصنا الاخبار سريعة ان انتقل حق المواضيع الرئيسية نعم المواضيع الرئيسية عندنا اليوم متعلقة بالأكس بوكس اول شي بنتكلم عن انطباعاتنا لجهاز الأكس بوكس سيريس اكس لا يوجد قيود نتكلم عن كل شيء طبعاتنا بشكل عام لا أدري أعطنا شيء موضوع نفتح فيه الموضوع نفتح فيه طبعاً هو أول شيء ممكن أتذكره عن الجهاز إبراهيم صار لنا فترة أنا عن نفسي شخصياً ما حسيت فرحة الله لعبة يديدة جهازي عرفت فرحة اللعبة صح صح آخر مرة حسيت فيها لما خذيت لي نينتندو سويتش في 2017 على آخر مرة خذيت كمبيوتر ولكن لم أعطني فرحة الله جهاز يديد لعبة يديدة عرفت جهاز ماذا يعرفت كمبيوتر لكن القطع بعدين قطعات فقعتوا أبغريدات على الخفيف فما حسيت كمبيوتر أبغريدات كمبيوتر كمبيوتر ونحن أكتشف الجهاز أكثر وأكثر وقتين بل منا وقتين بل وقتين بل وقتين بل وقتين بل موضوع من لعبيك وقتين بل وقتين بل رحيم هذا شيء ما صار بالتاريخ انه انت تشتري جهاز ومعه فوق 100 لعبة يون راك فوق 100 لعبة انا حسبتهم فوق 300 فوق 300 لعبة احطلك 100 بلس بس انا حسبتهم بطلت شومي اول وشفت كم صف وشفت متعود بالسويتش كل احسب العابي حسنك اقول هل انا عندي علعاب بالسويتش اكثر من جيم باس عرضي بغارنا بس للا على جيم باس اكثر مني ب 100 لعبة تقريبا ففوق 300 لعبة شيء يعني شيء جبار وفي لعبة حق كل شخص لو انت شنو في لعبة رح تناصب ذوقك لو انت اللي حب الجي ار بي جي ما فيها لعبة الجابانيز ار بي جي التن بايس يعني مثلا التن بايس بالتحديد ماكو مثلا كينغ دم هارس ماكو مثلا كينغ مارس مو تن بيست فانتاسي 15 مو تن بيست هذي الالعاب الجي ار بي جي المؤمركة وهذا اللعاب قديمة بلاي سيشن الارجومات مالي واضح لو انت شنو كان جوبك رح تصل بعد فترة رح يصير دراجون كويست موجودة وهي اوكي هذي اللعبة التن بيست اللي موجودة بجيم برس نعم فشي بحد ذاته شدي شعور حطاك بوس تدي قوي بعدين شنو يعني انا طيق دقما بشتغل الجهاز والعب هذي متى صارت حاليام 64 حاليام 64 بلسويت سريع بس مون كثر هذي صح ايه يعني مادري شعور طلو الجهاز يونس انا باخذ الاس اكرر الاس اللي هو الارثص والاضعف وادائه جبار يعني قاعدة احس باستمتاع وكذا مرة اعطتها انا باللايف والفيديو الاسئلة اللي سويناه ان انا جهازي في الكمبيوتر قيمته 1000 دينار بس الجهاز والاكس بوكس هذي قيمتها 10% من كمبيوتوري وادائها احسن من كمبيوتوري ميسل يسوي لك جهاز مخصص شي عشان تدري ليش الشي هذا يصير لانه هو الجهاز مو هو اللي يربحهم يبي الجهاز يصير ممتاز جدا عشان الاشياء ثانية يتربحهم وهذا الشي زين بالنسبة لنا احنا احنا بنشتري الالعاب سواء بالكمبيوتر ولا بهذا بنشتري الالعاب النهايه بنشتريهم لا الحين صار فيني يعني مو بس الجهاز هذا رح تستخدمه الاكس بوكس مالي بس حق العاب لا انا عندي ابل تيفي احنا عندي ابل تيفي ابل تيفي 4k مالي وكشغة ابل واو الصوت مال الاكس بوكس اللي طلع عليه وايض احسن من الابل تيفي الصورة انقم من الابل تيفي اداء نتفلكس اسمع اداء نتفلكس اداء نتفلكس واداء ابل تيفي اللي موجودين فيه برنامج ابل تيفي داخل الاكس بوكس وكشغة اداءهم احسن من الابل تيفي ومايصير هذا جهاز مخصص بس ميديا اداء اقل من جهاز العاب ترى يعني شي جبار سيريس اكس ميديا سنتر ايه وكم سعر ابل تيفي والاشياء هذي تقريبا كم سعرها تكون 40 دينار او 60 دينار ارخص السيريس اس ايه بس انا اقول اوكي فيه مزايا حق الابل تيفي اذا انت مثلا بتسوي اير بلاي هذي ممكن مزايا مو موجودة بالاكس بوكس بس ما ادري موجودة ما تطرق لها وبس يعني اشياء حلوة زاعد ابراهيم ما ادري جربت تطبيقهم جربت ايه احس امتاز شكله زين بس ما استخدمت الخصائص اللي صجه مفيدة فيه اللي تنزل الالعاب والاشياء هذي لانه مجابل بس قاعد مجابل بس صح شعور حلو اوافض كراي انا انا بالنسبة لي كان نقلة كبيرة شوف مقارنة بلاي سيشن فور احس نقلة انا ما عندي اكس بوكس طوفت الجيل هذا كله مع الاكس بوكس ون وجيل كان طويل عمر الجيل سبع سنين وعندي بلاي ستيشن فور فكل شي يديد علي فشعور جميل جدا اول مرة اشوف العاب الجيم باس اول مرة اشوف الانترفيس زاعد انه جهاز يديد وسريع وفي الاشياء هذي كلها فحيل حيل حيل مستانس ايرانة ومساع جربنا برنامج مال الصوت هم هذا شي يديد علي انا العادة اسمع من التلفزيون حتى مغير سروند ساوند بار مغير ولا شيء فالحين في عندهم برنامج حتى لو عندك هدسة عادية انا الهدسة هذه عادية ملي فيها سراوند ولا لا عادي جدا ففيه برنامج تنزلت داخل الاكسواكس نفسها يخلي الهدسة هذه سراوند لما تراكبها عا يده مستحيل فيعني النقلة اللي عشتها وايد بالنسبة لي وايد كبيرة لانه اول شيء الصوت يعني الصوت جزء مساعد يعني خصوصا يعني اوكي 4K 60 فريمس ور سكند اساسين كريد فالهالا سنتكلم عنها بعدين انتباعات عن لعبة نفسها اداءها جبار على السيريز اكس وهي لعبة احسها لعبة يعني وايد احسن من ألعاب الجنراشن الطاف اللي اقارنها باودسي من ناحيتي انا احس فرق فرق وايد عن اودسي مع الساوند البرنامج الساوند اللي ضبط لي هيدفوني خلي عادية لودنك سريع يعني كل شيء تجربة عجيبة ومخليتني قاعد مجابل وانا بالفترة الاخيرة ما قاعد اجابل قاعد اركز على اشياء ثانية غير وشيء مزين يعني الاشياء الثانية مهمة تجربة نفسي ما رح تشوفون رسمة يديدة لسبوع اليوم حين صار لي ثم ثلاثة اربع سابيع كل اسبوع رسمة حق البرنامج ما رح تشوفون رسمة يديدة لاني مجابل رسم لنا اكس بوكس رسم لنا اكس بوكس وانت اكس بوكس فانا ممكن بالنسبة لي الاشياء هذي كلها يديدة فاحس شعور شيء يديد امي بالله اكثر مني صح اللي كان عنده اكس بوكس وان اكس ولا عنده كمبيوتر ومشترك بجيم باس هذي ممكن ما يحس بالاشياء الكثري لا 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 انا انا اكيد مو كثرك بس استل انا عندي جيم باس على الكمبيوتر بس ابراهيم غير انا ما بيلعب على الكمبيوتر انا الحين ابي لعب على الكاوتش وابي تصجي حرفت سعر ارخص يعني اذا احد محتار بين الكمبيوتر والأكس بوكس احس اقدر اقنع انه ياخذ اكس بوكس بوكس اذا هو يبي حقينا لا لا كسعر زين بتكلم شوية عن سلبيات بالجهاز السلبيات الوحيدة اللي عندي عن الجهاز متعلقة بال user interface الواجهة المستخدم اللي تستخدمها سريعة جدا سريعة الامانة وما اشوف جهاز اتنقل في شي بسرعة حتى الاشياء اللي لها علاقة بالنت تطلع لي بسرعة هائلة بلايسيش 4 على ماديش الستور ونطر ونينتندو ملينا من ماريو خلاص من هالناحية ولكن فيه اشياء شوية اذتني اكبرهم قبل ان تكلم عن اكبرهم فيه اشياء تحسسني ان هذا كمبيوتر مو الكنسل واتوقع مع الوقت ما راح تصل الاشياء هذي مثلا اليوم وانا قاعد لعب معه جيرز فجأة الجهاز لعبة جيرز ما تطلع صوت كيف بدو مررح جيرز فجأة اشياء طلعت من اللعبة ويجب جيرز مو مشكلة الجهاز اليوم فجأة وانا قاعد لضبط العبوط على الوزن ما اقدر اطلع من البرنامج الي انا فيه اضغط الهوم بطن فيه اشياء وايد اضغط عليهم ما يصير اضغط الدقمة الاكس عشان اضغطها مدة عشان يطلع لك الاوبشن انك تطفي الجهاز او اسوي لي الستارت عشان نحل المشكلة ما اقدر اسوي الستارت فاضطريت اني اضغط الدقمة مالة الاكس باكس مدة اتعرف سؤال في الكمبيوتر مالة الجهاز نفسه مرة الجهاز مرة الجهاز طفع عليك طفع طفع ايه مرة اصارت مرة اصارت بدايتها وانا بالكتسي مال بداية طفت اللعبة طلعت بره بالمانيوم ياكوزا لايك الدراغن نفس الشي صار لي وانا بالبداية ماري ليش احس اللعبة بالبداية تقول ماذا هذا ما اعرفة طفع بعدين ارجع مرة ثانية تقول اه اوكي عرفت هذا طفع لانا الكراشات بس تصير بالبداية ما ادلش بس هذا عقوب بس اشوه انه صار اوتو سايف فما راح عليي لهذا فتعرف في سوالف تحسس ان تعرف سوالف في الكمبيوتر اررز ما ادلش ماذا تعرف ساعات تصير سوالف ويندوز الحين ممكن ما تصير بس يعني استغربت من هاشياء ما صارت لدرجة اني تأذيت لا لانه ليش اوكي كل شي صار مرة احدة كل المشاكل صارت مرة احدة بس يعني وانا استخدمت الجهاز ويت يعني لعبت يكزا لك يا دراغن 12 ساعة اساسن كريد لعبتها 10 ساعات غير تعبث المنيو ما دي شنو يعني اتليست لعبت الجهاز بشكل عام 25 ساعة 30 ساعة فبالثلاثين ساعة هذي تصير المشاكل هذي ما راح عدبرها مشكلة الا اذا صارت لي وايد اكثر بعدين حاليا صارت مرة اوكي راح اكمل اذا ما صار شي اوكي ممكن مشاكل بالسوفت وير عدلوها يمكن وفي شغلة الابديتات تصير انا حاطها تصير اوتوماتيك فما ادري متى يصير ابديت حق الجهاز وفي شي صار اليوم صار اليوم استوعدت انه صار ابديت لان في شي اول كان ما يصير راح يقدر عن نقطة اللي بتكلم عنها الحين وهي اكثر نقطة عزعجتني الكويك رزوم الكويك رزوم طبعا هي خاصية وايد سوقوا لها انا طبعا ليش بتأذي لانهما وايد سوقوا لها فما هكيت بيصير فيها مشاكل الكويك رزوم تقدر وانت تلعب لعبة تطلع وتشق اللعبة ثانية وتكمل باللعبة ثانية والظل لعبتك الاولى واقفة على المكان اللي انت كنت فيه وتقدر ترجع لها مرة ثانية وتسوي سويتش بينهم بسرعة وكل لعبة تنطرك من غير لا تسيب من غير هذا اللعبة موجودة موش اطلعبتين ممكن ثلاث ممكن هذا لحد الاقصى على حسب الركومنديشن لا تخلي اكثر من خمس اللعاب بس الوقت اللي صار معاي ان انا قاعد العب وعبالي كل اللعاب تدعم الخاصية هذي طلع لا في العاب وايد ما تدعم الخاصية هذي اه اه انا الحين يمكن عندي ثمنة تسع العاب عندي وايد الحين بس اللي جربتهم ثمانية تقريبه بس ثنتين منهم اللي يدعموا الخاصية اللي هما اساس كريد فالهالا و اوري ديفينتف اديشن الباجي ياكوزا ما تدعم غيرس 5 ما تدعم فورزا هورايزن ما تدعم اه فتأذيت اطلع عبالي ان اللعبة ناطرت من المكان ارجع يعيدني من الول اه اليوم يوكزا للك دراغن فيها كويك ريزون ايه فاتوقع انك عيش تقلون على الموضوع اسرع وقت يقدرون هذا صار عندهم مشكلة واللي سمعت انا اللي سمعت انه اكتشفوا مشكلة بالكويك ريزون فطفوا بألعاب معينة وقعيسون عليهم تستات مرة ثانية لين يشفون انا اوكي شقال مضبوط ويردوني طبعا اتوقع ان الموضوع صار بسرعة وشذي فما عندهم لستة رسمية فالوقت صار كونفوجين والناس اللي خذوا الجهاز جربوا ببداية نفسي انا وركزوا على سافة كويك ريزون انا ركزت يعني هل يشتغل هل يشتغل قاعدة تجربيني حاشتهم مشكلة الناس اللي حاشتني انا بس اذك اكرر انه لا تعتمدون على كويك ريزون سيفو على طول سيفو لانه حتى باساسين كريد اللي تدعم كويك ريزون ساعات يروح لكويك ريزون منها لما ادش واطلع واتعبث اشياء وايد وانزل وما ادش شنو وهذا واتعبث برنامج الساوند وما ادش شنو ارد لها ساعات يروح مرات بعض المرات اخلي الجهاز يوم كامل وارجع ما العب فالهالة وما ادش شنو وانسوي بيث واتش فالهالة ويطلع فيه كوريزو مجمو يعني خدمة عجيبة لما تشتغل صح بس انا حين مضامنها افضل شي انا شوفه صراحة سايف واتش اللعبة الثانية خلص يعني انت لما تبيت لعب لعبة ثانية لا تعتمد على الجهاز انه يسايف لك يعني انه يا انك متأكد انه هنا فيه اوتو سايف صار او انت سايف والعب لعبتك الثانية وخلي كوريزوم انه صار صار ما صار لا تعتمد عليه انا انا كذي قاعد استخدام الجهاز مفروض الان تسايف واتنا اننا ما نحاتي يعرفت كوريزوم شقال طبعا اذا تطفل الكهرباء بس هذا بنفس الوقت اذا طفت الكهرباء معنات ان حتى السايف لا تستطيع لا انا شوف انه وقت انه ما راح تنهي الساشن مالك باللعبة هذي لم يفعل لا نشيل سالفت لنا والله احنا نسيد طبعا اكيد اقيد افضل اي 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 انت هنقول انت مثلا مثلا انا قاعد ألعب اساس قريد فالهالة وطييني مكالمة مهمة وقت المال مكالمة ابي ألعب لعبة خفيفة اصويت حق اللعبة ثانية وأرجع هني ما أريد اشعيد يعني مثلا في مواقف شيء بسيطة يعني اي 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 تشنك بشكل برامج بالكمبيوتر شون طبعا انا مو ملتي تاسكينج ولا راح اسوي هالشي صدقني بس احس في بعض المواقف راح يخدمك لكوكريزوم فيها وايد نفس انت مثلا تلعب معنا لعبة ملتي بلاير بس صار شغلة ان قلت لك انا مش عال بروح شوي وارجع كوكريزوم حول لعبة ثانية اعيت معاك ارد لعبة ملتي بلاير مثلا شدي يبيل انجرب هالشي اونلاين مو شق قال مضبوط في العاب تشبكك اونلاين مرة ثانية يتكلموا عنها في العاب لا على حسن اونلاين بعد شغلة زيادة يعني من اللعبة نفسها فهذه اكبر سلبية غير هالشي ترى ما عندي سلبيات انا تقريبا على الجهاز خلنتكلم ناحية التوفير انت غطيت غطيت وعيد اشياء من السلبيات انا ما ادري الشي اللي بقول له هالهذا سلبية ولا لا ان الهوم سترين مالت الجهاز دائما تن ايتي ايه صح تن ايتي صحي مو 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 4K وهالشي يسبب عرقلة نظرية وقت ما انك تدش للعاب تطلحون للعاب تحس ان الجهاز قاعد يطفي ويشتغل يطفي ويشتغل فحس يعني هل ما سوين هالشي عشان يوفرون طاقة مثلا ولا شنو سببهم ما ادري او ما سووا ويو اي انا متعود على هالشي بالبلاي سيشن او ما ادري او ما ادري اتوقع بسبب الطاقة يعني اوالشي اوالشي والله شوف انا ما يزعجني هشي بس اكيد افضل انه يكون سموذ وكلها 4K بس هو الالعاب مفروض با ديفلت كلها 4K يعني نادر ما تحصلها به مو 4K فلو يضبطونا احسن اكيد نبي 4K اذا المنيو لما يصير 4K ما يأثر على سلاسة المنيو وشي اذا اثر على سلاسة المنيو ولا ما عندي مشكلة شوي تطفو الشاشة وترجع مرة ثانية عشان تحول للرزلوش ما عندي مشكلة فيها البرنامج نفسها مو عملي سريع العملي فينا سريع بس احس ليش خالط لي لالعاب مع البرامج بالاشياء الريسنت مثلا ما ابي حط لي مكان حق اللعاب و مكان حق البرامج لان انا وايد ابي اروح اللعبة و القى المكان اللي فيه لالعاب مفروضة فيه و برنامج مودي شنو هذا شي ما عجبني كل شوي خلينا ندش لايباري و الرب حق اللعبة لنلعبها بس انا حس هذا الشي مع الوقت راح انتقابة عنا راح يصير عندنا لعبة لعبتين اللعب هم فوكست و خلاص احس انا مع الوقت راح سعى الشديد ممكن ايه بس مو مرتب كلش حاليا بس فيه ترى انا ما تعبثت بالخصائص الترتيب هذا الشغلة موجودة بلاي سايشين فور و كده و كده و كده فيه مكانت الشي تلك ان اخترع اقدر اركب كل شي غير كل شي مكان اعطي كل شي فوق نزق الشي تحت فاة ايه هو اقدر اعيب اي لين فوق اود اعيب اي لين تحت اي لا انا شلعت شلعت واي اشياء انا شلعت القولد مثلا القولد بشوفها مرة حدا بالشهر ليش موجود برا ما اريد ايه الستور شلتها حقيت لي فالهالا بروحة لعبة ايه يمكن لو نضبط سير زين اقدر احط البلاي اللايبري مالتي كبار لا مو الريسنت بس اللايبري مالتي ما اجربت اذا شذي ممتاز انا يعني اوكي سالفة الكسوميزابلتي انك تقدر ترتب على كيفك ممكن تحلنا المشكلة هذي بس هذا شي بسيط جدا الريسنت انا الريسنت مزعجني الريسنت موحلو كل شي بس صدقني صدقني انا حس مع الوقت راح يصير فينا ان ما راح اندش على الخصائع صار 20 ساعة الوستنجز فما راح نشوفهم بالريسنت بس الديتي اس هذا تعرف البرنامج بس لازم تكون شغال 24 ساعة فما قدري شون نظامه هل اهو باي ديفولة يشتغل ولا شلون ما دري لازم نبحث ايه فراح يطلع لك راح يطلع لك مكان بالريسنت ايه لازم انكبط الريسنت بارتي نكنسل الريسنت ايه وحط بس بكان بس طلع لك في الالعاب افضلت ما بي انا الستنجز ما ادش همن الريسنت في مكان ثاني دش لعا الستنج ما بي ادش همن الريسنت ايه 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 ما دل يعني بس مو مشكلة عودة عودة في شغلة اود اتكلم عن سالفة التوفير بس قبل ما تكلم عن سالفة التوفير نتكلم عن الخصاص في شي حي العجبني ان وايد معطينك اوبشنز حق الصورة والصوت والاشياء وها كلها تغريبا وبتحديد الصورة وعجبني ان في وايد قايدات داخل الجهاز نفسه في وايد تعليمات واماكن تقدر تقراها وتشوفها وتتمعن فيها عشان تفهم ايه انا تفزيوني ما ادري شنو يقدر يسوي يعني لما شريتها بحثت وتأكد بس لاني اثق بالناس اللي مستمعين فخذيتها بس يعني انا بالضبط ما ادري شنو يقدر يسوي يعني اوكي ادري ان يقدر يسوي 4K اقدر ان يقدر يسوي HDR بس الفرايمات ما ادري اعرف شنو يعني اوكي هل يقدر يسوي 60 فرايمات هل يقدر في اشياء ما اعرفها الاكس بوكس تقول لك تقول لك تلفزيونيك شنو يقدر يسوي تروح مكان تشيك تقي حط لك صح او خطأ على الاشياء المتوفرة لتلفزيونيك طبعا في اشياء ساعات تكون محطوطة انها غلط يعني مو متوفرة بس تقدر تشقل من تلفزيونيك نفس بطلة يخليها موجودة نفس في خاصية اسمها فريسينك ما يسامع فيها ولا لا هاذي طلعت موجودة بتلفزيوني وما ادري فشقلتها ولما شقلتها بالأكس بوكس قالي ترى تلفزيونيك في خاصية اسمها variable refresh rate هما يسمونها variable refresh rate هنا اسمها فريسينك هاش الخاصية تريد انشقلها اول ما اضطر الجهاز يقول له ياسي يشقلك ياه وخلاص يعني شي حلو هذا ان مهتمين ان يساعدونك طلع الصورة الواضحة ما اضطريته ديش انتمت ما اضطريت وهذا شي ما صار من قبل اذا بلاستيشن مثلا ما صار في شي اسما اش دي سي بي ما اضطر اضطره اعشان يطلع لي صورة 4K شكثر طولت اعجبني هالشي وايد صراحة وفريسينك يحل المشاكل اذا احد قاعد يلعب فالهالا على تلفزيون 4K وحاشة شي اسمه سكرين تيرنج سكرين تيرنج طبعا تحس انه في خط قعية من فوق الى تحت غلط صورة تنهت قاعد تنقص شي بالنص وتنزل الى تحت اذا صار عندك سكرين تيرنج اغلب الظن ان المشكلة مو من اللعبة ولا من الجهاز من تلفزيونك فلازم تضبط بعض الستيتنج من تلفزيونك اول شي حط غيم مود بس غيم مود ما رح يحل المشكلة 100% اذا عندك خاصية فريسينك ب تلفزيونك شقلها وراح يشيل السكرين تيرنج نهائيا وانا شعر غالبا تلفزيونات يعني يقول لك 4K بس مو معناتها كل تلفزيونات 4K هي زينة حق الالعاب بس مو معناتها 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 و إذا راحوا 120 يصيرون لألعاب 1080 نفس Gears فيها 120 فريم برسكند حق الملتي بلاير بس يصير 2K أو ممتأكد فالحين إذا تابون تلفزيون مثلا والتلفزيونات اللي فيها 120 فريم برسكند تردد 120 فريم زائد 4K شوي غالي توقع فأنا تلفزيوني شاري من قبل من 2018 في كل الخصائص هذي ما عدا 120 فريم برسكند و 4K وتوقع الحين شعره وايد أرخص من الوقت اللي أنا شرأته يعني ما فيه 120؟ فيه بس فاله دي مو 4K أقلر يعني أشقل بس يصير وده أجري فورزة جنا فيها مود كذي و Gears بس أنزين أنا أشعر بالرزيولوشن أكثر من الفريم أنا فريمات ثلاثين ما قام يمشي عندي على الأكس بوكس سيريس أكس بس ثلاثين فريم أشعر بالرزيولوشن يكوز على كدراغون فيه مود تخليه جرافيكس أحسن بس ثلاثين فريم في السكند لا ينلعب لها الدرجة أشعر بالفورد جيد 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 ما ريليش أكثر من السويتش يعني لما نحول من أكس بوكس لسويتش عادي حتى لو لعب ثلاثين فريم في السكند ما أحس فيه بس على الأكس بوكس لما يستخذ ثلاثين أحس ليش تذي شطائر بالدنيا راح أفضل فريمات ستاندر تاني مية عشرين ما أدري ما جربت أصلا بس أفضل بس فور كيس سكستي فريم أول بلانس الحلو وخلا يعني خلا يعني أوكي ما عندي مشكلة ما راح أحس بفورد كثر لما أنزل من ستين فريم إلى ثلاثين نتر يعني ملاحظة الفور كي فرق الفور كي بين التو كي ممكن أن يطوف عليك بعض المرات بس ستين فريم ثلاثين فريم مستحيل أفضل كل المطورين حتى لو ينزلون اللعبة يخلونها تو كي يعطونا مود يشق اللعبة ستين فريم في السكند على الأقل وطبعا أفضل إذا كان فور كي والأجهزة هذه مفروض تستحمل إذا فالهالة لعبة عالم مفتوح تشق لك فور كي ستين فريم ثلاثين حسنا أنا عندي صالفة توفير بس أريد أن أتكلم عنها عن جهاز هل عندك شيء غير هذا أريد أن أتكلم عنها؟ توفير؟ لا بس أنا الأشياء كلها ستفصل الألحاب نفسهم ما يعني سالفة أن الهدساتات كلها قاعد تركب على يدة يعني أنا هدسة مع الآيفون ما لي أضعها هنا واشتغل شيء عجيب يعني أي هدسة رح أقدر أركبها هنا وألعب اللعبة بسرامة شيء وايد صراحة نفاكرين فيه صح أحسوا مهتمين بالجيمر صج أول شيء رح يغنينا عن رح يغنينا عن ديسكورد صح وما هقيت أنا هذا الشيء ويدريح ويدريح ما لا داعي يعني أنا تليفون ما أحب أشبك تسكورد من تليفون لأنه ساعات تي وقالة ما تيك مدش أنه ينقطع فحط اللابتوب يمي حين ما لا داعي حط اللابتوب يمي يقعد مرتاح بس صدق مو بتعاود أحط هدفونس حس شيء غلط وأنا قاعد على الكبش حس راسي ثقيل ليش راسي ثقيل بس الصوت عجيب خصوصا ببلهالة خصوصا ببلهالة موضوع التوفير في شيء وايد احنا نقول عننا من زمان قيم باس عجيب وراح يعني راح يوفر وهذا قيم شير قيم شير قيم شير قيم شير نتكلم فالحين جربنا الأشياء هذه ونقدر نعطيكم اتباعنا عنها وصراحة يعني عادي حس في شيء غلط حس لا ما بنقدر ما يزير واكثر 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 يا شيء اكثر بنه نعطي بعض اكاونتاتنا وبس هذا الموضوع فالليصير اذا عندك شخص تثق فيه عاطه اكاونتك وخلا يحطه يسجل عنده بالأكس بوكس مالته انت تثق فيني ابراهيم والله ما دني يشوف انا حين بايعها يعني باعتها اوكي شكرا وحيبينين يعطيك خمس سنين نشوف فتعطي اكاونتك والباسورد ويسجلك عنده كمستخدم عنده بالجهاز وانت تعطيه وهو يعطيك كلكم تسوينها الشهرة واللي لازم تسوونه ان كل واحد فيكم يحط اكاونت الثاني كالاكاونت الاساسي من الجهاز واكاونته اهو كالاكاونت الثانوي او الاكاونت من الاكاونتات الاخرى واذا سويت هالحركة راح تقدرون تلعبون العاب بعض اللي تشترونها مع بعض من غير اي قيود عشان بس نوضح عشان بس نوضح يعني الحين انا بالأكس بوك سمالتي في حسابين حسابي وحساب إبراهيم نعم الأكس بوك سمالتي الحساب الرئيسي فيها هو حساب إبراهيم ببدا والحساب الرئيسي في الاكس بوك سمالتي حساب ابراهيم الآن احساب اشتراك game pass 1 بحساب مشعل مش تشاركين فيه ما لا داعي نشتري اشتراك game pass 1 حتى gold لان gold اصلا ضمن game pass ultimate فهي 15$ تقينا العاب gold او اكس بوكس live gold خاصية نحن نلعب من نفس الوقت ونقدر نستخدمها نلعب مع بعض مو لازم كل حساب عنده gold او عنده اكس بوكس live فتخيلوا يعني تخيلوا ان انتم اثنين تلعبون مع بعض اونلاين وبس واحد فيكم اللي عنده plus او Nintendo Online بس واحد فيكم اللي عنده Nintendo Online فشي ممتاز ونحن نقدر نحصل الالعاب اللي كل شهر يعطونا لعبتين ونحن نقدر نلعب كل الالعاب اذا مش على الشرع اي لعبة انا اقدر اعبها اذا انا شرعت اي لعبة هو يقدر لعبها ممتاز جدا ووفر علينا نص القيمة بالضبط على كل شي اي اي يعني انا عندي كل شي بلاش طبعا انا لا ادفع لك بس الحين عندي كل شي بلاش أبراهيم انت اصلاً شاري بفيرفج داك وبريد 360 هل تشاريهم؟ أحسابك الرئيسي فيها أقوم بعمل على ألعابك من غير لا أدش حسابك بس ونس ان أشيلك طبعاً من لكس بوكس موت فبس بمجرد أن الحسابي عندك ما ندعي أتوقع تدش على ألعابك وتسوي تدش على ألعابك ما ندش عليهم؟ من أين؟ مثلاً Game Pass مباراً؟ ايه إذا شفت الألعاب الصح أو شيء صح في مكان أنا تشيته حتى أنا أشوف بريد و بيروكداد لن أشاريهم أنا ما شاريتهم؟ مني أنا توقع مني أنا أنا شاري بريد و شاري بردده بس Game Pass شلون؟ حين أنا إذا بديش Game Pass لازم أدش من حسابك ما تأكد أنت منح الشيء صح؟ والله شوف أنا أدش Game Pass من القائمة الرئيسية في خانة تحت Game Pass بس مثلاً مثلاً لو أدش بحسابي أنا وألعاب Game Pass تطلع لي هل أقدر نزلها؟ من غير الله؟ نجرب يمكن فيه ترقر لما نأدش Game Pass من مربع Game Pass نفسه أو أيقونة Game Pass فيه ترقر يقول لك شترك نفسه مالي بس يعني أنا بالنسبة لي مو شيء يأذي لأن تحويلة الحساب سريعة حول الحساب مشعل نزلها رد حسابي و خاصة نحن مراحل أن نكتشف الجهاز مع بعض خاصة أن ما عندنا أصلاً أكس بوكس مديمة اللي هو 1 آخر أكس بوكس كانت عندنا 360 بس شيء ممتاز جداً وتجربة عجيبة طبعاً يعني أنا حين أحس أن هذا اللي سيكون جهازي للألعاب المحصرية كلها كل الألعاب المحصرية ما في أي سبب يخليني ألعب الألعاب هذه يا أخي الجهاز ثاني هناك شغلة مهمة ستج بدي أضيفها كيف نقول؟ أسستني بالأرياحية والطمئنينة الطمئنينة والأرياحية أول ما شغلتني ساسن كريد بالهالا قال لي أشبك على حسابك مع الـ Ubisoft الله يعافيك قالوا لي كان أشبك كان يقول لي خلاص دام أنك شبكت معناتها أي جهاز تبطل وتتسوي كروس بروغرشن عليه ما في مشكلة سيفك رح ينتقل معه آه حطت له بأجهزة ثانية مثلاً بلاي سيشن مثلاً ما قال لي بلاي سيشن هذا القصد يعني بلاي سيشن بلاي سيشن غير ستاديا ايه لا لا لا، بيستيشن حصريات فقط فقط والألعاب اليابانية اللي مو وجودة على الأكس بوكس وما بياخذها على السويتش لأن السويتش غرافيكس مالها مو شيء نعم بس فعلا يعني بس بيه وقت بتنزل الألعاب اللي تحبها على البيستيشن حصريات للأسف مثلا الأسف 3 مثلا اي اي وله نحن مو وايد ما سبايدر مون حلو بس أنا مو متحمس حق ميلز مرالس اي بس فا ضمن الموضوع أن ان خلص أنا رابع يلعبون اكس بوكس اللي هو انت بس اي اي وخلص كل واحد نشتري لألعاب غير بعض يسل عندنا لعاب وايد هذا من احد الاسباب الكبيرة اللي تخليني من غير لا اجر بلاي ستشن 5 اقول ان جهاز الاكس باكس وهو بصير جهاز الاساسية حق الالعاب الغير حاصرية لو شنو البلاي ستشن 5 احسن من هالجهاز من النواعي ثانية ما قاعد حصل الالعاب بنص القيمة قريبا هذا اللي قاعد عصير معانا صح؟ ما قاعد حصل كل الالعاب ووقت الصدور بنص القيمة لا وبعد لما ايك ديسكونت ستصج نص 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 قيمة لما يصير ديسكونت لا يصير احتباط ما هو الخطة انا اباخدها لا انت اخذها انا اخذها اذا هذو اللعب حظنا بها انا ب Nash انا بكرنا صراحا بسيستم حسن ما اكتل حين عائمة الالعاب اللي انا بها راح اخذه احين احنا نحذرين اننا ما نشتري نفس اللعبة هذو اللي لازم ابراهيم ترى انا ابي اشتري هاذي انا بعد اشتري هذي الانتخذ هذه و انا اخذ هذه الهدئ بجامباس صح؟ بجامباس الالعاب الآخر ايه هي سايبربونك و فينيكس انا اخذ سايبربونك و انت فينيكس جامبا بجامبا كيس باي كيس ممتع واتدوك الليجينز لما تنزل في دسكاونت انا انا ما بيها و ممتحمس لها فار كراي ازين شرايك مشاهل عندي فكرة ماذا رأيك أنا أخذ فينيكس بعد وانت أخذ فاركراي لا 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 لأن انت قد تشتري جيم ثانين وايد وما يعجبوني ايه خلنا تشتري خلنا خلنا على الفطة جيم باي جيم خوش توقع تتكلمنا وايد عن الأكس بوكس 40 ديجا قد تتكلم واضح أننا مستنسين عليها نتمنى أن رغم المشاكل الـ UI والمشاكل الكراشات اللي صارتني المشاكل هذي تجربة عجيبة وقبل البودكاست قاعد ألعبه مستمتع جدا بياكوزه وأبي أكمل طبعا أكيد مع الجهاز المريح صراحة بالنسبة لي وداء قوي ولادين وما أدري صراحة ممتاز جدا بس الأمانة ولحت على سويتش طول ما نلعب أكس بوكس أبا لعب أبا لعب سويتش حسنا ننتقل حق الموضوع اللي بعده اللي بعده حسنا تكلمنا عن الجهاز يا مشاكل طبعا لازم تكلم عن الألعاب حسنا ونركز على ثلاث ألعاب هنا نعم اللي هما أساسين كريد فالهالا وياكوزه لايكا دراغن ولعبة غيرز فايف حلو جربنا نحن نطلع عن ألعاب غيرهم بس هذين ممكن أكثر الألعاب اللي لعبناهم فنتكلم عنهم سوف نبدأ مع أساسين كريد فالهالا سوف نتكلم عن فالهالا فالهالا ليس فالهالاك فالهالا ولا فالبعدين لا والله يعني اللعبة هذه ما دريش أقول لك إبراهيم يعني أنا ودي أسمع أنت خليتني أبلش أنا بحضار الأكس بوكس قبل شوي فأنا أقول لك أنت أبلش أنت أبلش بهذه أنت أبلش بهذه اللعبة راح أمدحها تقنيا وايت أحلى غرافيك حاليا لعبت على السيريس أكس من كل العالم التي جربتهم عالم مفتوح ستين فريم سموذ العالم جميل يعني مايشون أنا من صدم صراحة من اللعبة يعني العالم كشكل عجبك العالم كشكل عجبني خصوصا انجلترا يعني الزرق ما الزرق مايشون الشمس ووقت المغرب ووقت هذا المنطقة الأولى ما عجبتني اللي كلها ثلج مو حلوة زينة زينة يعني بس حسيتها وانتون كل المكان ثلج فقط وفيه جبل وفيه البيوت ما بيوتش عجبتني أماكن اللي فيها بيوت وهذا حلوة صراحة المدينة عجيبة بس من تطلع بار المدينة ماكوش تقسش في المكان فاضي مو حلو ولكن هذا تقنيا من ناحية كلعبة نفسها لو نشيل الأشياء التقنية مايقولك مو حلوة حلوة وايد عجيبة صدمتني أحلى من ما كنت متوقع أنا كنت مو متحمس لها كل شيء حتى أنا حتى أنا حقوب ما شفت كم فيديو لها صار فيني ما كنت تحمس لها أي يعني لا وايد أحلى من التوقع وعجبتني وعادة يكملها وخلصها حاليا ما في مخطط يعني حاليا هي مو اللعبة اللي بيعطيها أولوية بس ممكن ممكن بعدين أتحمس ولعبها ولكن مو وايد اوديسي وايد أحلى من كل النواحي كل النواحي اوديسي أحلى بالنسبة لي العالم القصة الشخصيات المكان اللي تبلش فيه أول شيء بأوديسي أصغر بوايد وملموم فما تمل منه وجزيرة تشوف بحر كل مكان يونس والبحر عجيب وتشوف أشياء يعني عجبني الجزيرة اللي تبلش فيها البداية عجيبة وفيها تمثال بالنص تقدر تتسلقها فيها أشياء تونس وشراحة شراحة هنا مكان بليد مو حلو بالبداية يعني في مدينة في مكان شلالي ونس بس بعدين اوديسي لما تروح بالبحر ما تروح تكتشف بالبحر الأماكن ومدينة وهذا هنا ما في تركيز على البحر وايد في تركيز على الأنهار صح صح أكثر من البحر والشخصية الرئيسية كلش مهتم لها ما عدا شيء واحد أحلى من أوديسي موضوع سوالف أساسين كريد اللي كل ما تذبح الشخصية مهمة يوديك مكان غريب شيء غامض تصفي أشياء غريبة المكان عجيب معتقادات الفايكنقية عجبتي صراحة الواحد تذبحها يطلع الشيارة مادي شنو سوال في شذي وغراب ييكو متحمس أنا حق هالموضوع حيل بس غير شذي أوديسي وايد أحلى صراحة أنا يعني أساسين كريد هذه بالبداية ما كنت متحمس لها وما شرفت ترى ولا شيء بالثلج وأنا أي لعبة تعطيني إياها ثلج يصير فيني ثلج وع ما بيه يصير فيني شيء على طول على طول على طول على طول اللعبة هذي لا مكان الثلج أنا ليه حين ما رحت إنكلترا أنا قاعد أشوف الحين إنكلترا والوضع الأشياء الحلوة اللي قاعد أشوفها بس أنا حيل مستمتع لدرجة أن أنا الحين قاعد لعبتها تقريبا ست ساعات وبس قاعد أحوس بالجبال الجبال حلها عجيبة الجبال مقصصة مقصصة يعني ستيب يعني شون جبل صج مقصوص طاق 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 تحس يعني طبيعة شرسة يعني المكان صج مو يعني مكان عيشة فيه صج تقيلة وأنا شايف مسلسل فيكينغس وايدة أحب المسلسل مع الفايكينغس والشخصيات أساميهم وأساميهم وعيشتهم أهم ليش الأسامي موجودة نفسها هني لأنه لور هي قصة يعني قصص من التاريخ لما يقولك راغنر أوكي يعني الشخصيات الفايكينغية هذي أنا أعرف أصلاً من المسلسل هذا ومن كذا دوكومنتري أشوفه وشذي أشياء نفس الشي بأساسين كريد أوريجن أنا أحب الفراحنة والتاريخ والفراحنة وحين استمتعت باللعبة أوديسي أنا معاك إبراهيم يعني كلعبة كشراحة عجيبة وكل شي بس ما شدتني لأن الطابع غريقي نوعاً ما وأنا مو مطلع فيه وايد معانا أنا حدد الطابع الأغريقي وكنها لعبت على البلاي سيشن 5 فما كنت قادرة أتحملها بس هذي الحين قاعديني أنا مستغرب من نفسي شلون لعبة مكان ثلج والثلج عميق وتمشي فيه متعرق المان شلون وعاجبني ومستانس واللعب سلس فيه واو ما شفت أي لعبة أي لعبة أي لعبة لعبتها ثلج مطلعتلي النورثرن الأضواء الشمال والسماء بالشمال نفسها اللعبة يا أخي السماء عجيبة بالأضواء مالتها والثل والثل تتدمج بس في أمارك إذا كان علي حيل فتتدمج أدري وتموت بس زايدين المسافة أكثر باعد من أدن أي أي ففيه لقطة صارت لي او مكان صار لي ان انا صارت جبل ويت عود وتحت انا ما ادري تحت ماء؟ تحت مو ماي؟ خننقز والنقزة مالتا عرفت اللي هو قاعد ينقز وما عطاك يعني انيمايشن انه تسيف فلما نزلت بالماء والثلج اه تطمنت عرفت اللي صار فيني زينة شو ففيه عوامل تذيب اللعبة مو اساسن كريد حتى لما اهو يعني كسبويلر شوية لما هو خذ الفنجر مالتا الحشاشين مالتا الحشاشين ما حطها نفس الحشاشين اهو اهو مثل ما تقول يابون طابع الفايكينغز بهاللعبة اكثر ما انها اساسن كريد انا ما اشوف اللعبة هذي لعبة اساسن وتخشش انا ما قاعد العبها تشديد انا قاعد العبها كلعبة فيكينغ كلعبة محارب وسالفة الطاق ياخي الطاق عجيبية الطاق الملي وحالتك حالة ورايح الدرم اهوما الفايكينغز بالتاريخ مالهم حتى بالمسلسلات مالتهم دايما انهما شجعان ودايما متهورين وروحون وفيهم عرفت اللي العدو جدامي اونلر اني اذبحك انت جدامي شذيع الشاحرة فهالشي عجيب سبويلر انا لعم مكان الذلج وانا لعبت اللعبة ستساعات وانا جدا مستمتع وسعور عجيب حين وبعدين في شغله ياخي ماكو سايدو كوست لا اخي شيء مريح شيء مريح بس ماكو بزيادة انا اقولك شيء حلو في اشياء اسمهم ميانن ادري اهم ميانن اهم ميانن فيهم سؤال يعني في واحدة من الميانن ان والله انا ما قاعد ايني النفس مثلا ان اعيش حياتي وهذا ابي اروح احارب فش تسوي انت عشان حياتهم ترجح طبيعية تفرق بيتهم وتكسرة بعدين الميانن ماذا اذا سويت هالميستري كما سويتهم بغا اي ففي سوالة شفيهم بيانن صج غريبين يعني عيشتهم صج يعني خشنة الميستري الميستري حلوين ما اقول لكم حلوين لما تروح تسويهم حلوين بس مو بديل للسايد كوست اوديسي السايد كوست ملوتها كانت واضح انهم يتأثرين بوتشر وهذا اللي عجبني فيها ان اوكي السايد كوست فيها قصة هني الميستري اعتبرون نكت مو قصص اي صح 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 اي انا ابي نكت حلوة بس اهم ابي قصص غير القصة الرئيسية اي اعرفت فالحين اللعبة هذه صارة بالنسبة لي فاضية والميستري مو شرط اروح لها اعرفت اي اوكي يعني ماكو دافع قوي اني اروح اي افضل ان مدينة تلقط فيها سايد كوست وتكون سايد كوست فيها قصص اوديسي وايد حلوين من سايد كوست من الله تعجبوني صراحة اوديسي صح 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 قاعدت علمون من وتشر واضح بس شوف في شغلة ثانية انا هذي طبعا في سالفة الثيمة توقع احنا اكتشفنا مع الوقت انه هي اللي تعطيك المقاقع انك تلعب لعبة وتعطيها فرصة وتستمتع فيها اكثر اذا كان الثيم عاجبك صح واضح ان انت الثيم الفايكينغز عاجبك اكثر مني فانا بالنسبة لي ان ما كو سايد كوست عادي لان ليش لان انا امشي بسرعة باللعبة حتى مكان مال الثلج طلعت بسرعة منه ما قاعد فيها ما قاعدها كلعبة رئيسية لالامانة لعبها كعمش عليها مرور كرام واستمتع بتقنياتها واذا ابيها تصدبني يعني انا مو مجابلها ابيها اهي مجابلني واضح فهمتوني او لا انا هذه اول لعبة تحساس كريذ غير اول وحدة انا جدا مستمتع ان انا قاعدة العبها بوقتها هذا وقتها الان تواها نازل اللعبة واللعبة افضل الى الان افضل من المتوقع بوايد الحمدالله يعني اعطيهم العافية ايوبيسوفت شغلهم وايد يعني ما شفت فيها بقس حس مهتمين وايد السماء مكان الثلج شي عجيب يعني ما شفت لعبة مهتمين بالسماء او اساسا كريد غالبا السماء حلوة الثلج انا قلبي بالفعل انا قلبي بالفعل اللعبة بالنوروي والحضارات الفايكينج والمعابد والخشبية انا حب الحضارة خلوة انا قلبي انا قلبي بالفعل وخصفي انت قام بالشخد في شي بعد ليش افضل اوديسي على هاللعبة المكان تضاريسه خريطة شكلها مو حلو او مو حلو هي طبعا خريطة صوجية ما يدون الالفون فيها بس يعني لو تحارنها باليونان اليونان تونش اكثر شكله انا حب شنه اسوي حتى بلعبة تسلده جزء الاستكشاف مالي هني ما احس ان اللعبة الخريطة شكلها يساعدني طبعا هما محكورين بانجلند يعني هما مو كيف بس بس بالنهاية يعني انا الاستكشاف مالتي راح تنعكس على حسب الشي اللي اشوفه يعني اعراض اوديسي جزر فاقعد بالجزيرة خلص كل شي وخلص سايد كويس وخلص ما شنه كان شي حيل حلو وسالفت الكنوز تحت الماي انا لمحي ما اشفت ولا كنز تحت الماي هني توقع فيه اكيد فيه ما توقع ما توقع فيه الماي كله بارد كان بالنورو مادري بريطانيا مو بانجلترا مو بارد لا عموما الماي بانجلترا دلخي الاقصادة دلخي يعني ان الماي مو صافي وشدي انت عادت حب الالعاب البحرية فغريبا اثيم اوديسي حلو لا لا او اثيم هذا عاجبك اكثر من اوديسي عاجبني اكثر من اوديسي لان الاسطل ترى اوكي انا احب البحر وشدي وهذا بالصج بس البحر بالالعاب مو نصص اوه افراحيم مامكة يعني عرقلة احسانة بالالعاب البحر حلو كل شي وانس تشوفه وتمشي فوقه بس هنا على ما تمشي بالطررات يتشي اشياء لا لا مو كذي يعني عراه فعمك لما اغوصوا كذي هذا اللي تقصدين بس توقع هذي فيها كنوز انا هذا من اول نص الاشياء اللي كنت تسويها كنوز اللي تحت الابل تحت الماء اوديسي كانت عجيبة وفي شغلة اوديسي فيها اتمنى شي موجود هاللعبة ما اجد اذا موجودها لك فيها كنوز تلقاها بالغاز يعطونك شغلة هذي ممكن وايد ناس ما يحبونها شي انا احبها وحبها بزلدة احب كلها يعطيك نفس تلقى شي كذي ورقة يكتب لك فيها لغز تلقاني بين الاخوين تحت الولد الصغير بس انت عاد تفسر الاخوين منه هذي الجبلين ينبعض والولد الصغير هو البحيرة عرف سوال فهذه وتلقاني بحلج المدريش اسمه اوديسي موجودة بهذا الشي احب انا الشي وايد اتمنى انه موجود هاللعبة حاليا ما امر علي فما انا وبعدين فيها شغلة بالنوروي انا انا قعد اتكلم وايد عن نوروي لان انا بس لعب بالنوروي مارتن منه نقل راالا الان الجبال فيها وايد شلالات وايد في كهوف بالشلالات صح صح وشي عجيب كوف كان عجيب فهذا من احد الشعاء اللي استرست عليها انا ما اكتشفت نوروي وايد هل طول طلعت اي وفيه شغلة ابراهيم شي موجود بإساس كريد اللي هو الريتز شعور انه يعني الحين لما نهجم الطباد يمسي وينزلونه شعور حرد بس في شكل عودة شنو اللوك اون اللوك اون مو عملي مفروضي ما يسوينا في هذا الطريقة كل العاب اللي فيها لوك اون لما تغير بين الشخصيات ما تستخدم الرايت ستك اللي هي تحرك الكاميرا شي يخلي اللعبة هذي يعني انا ثرى بزلدة باي لعب فيها لوك اون حتى شنو اودسي اسوي لوك اون والف الكاميرا بنفس الوقت عرفت؟ فهني لأ الكاميرا هي اللي تخليك تغير من تمن تشوف فبالريد انا كله منيشن على الشخص الغلط يابين لها تعود بس انا ما افضل افضل وانا قاعد تقل لجدامي اللي نسوي لك اون الف الكاميرا شوية اشوف يمي اشوف فهذا الشي شوية ازعجني ولكن شعور الرايتس عجيب خصوصا لما انتي بتبط الباب مثلا تبط الباب ايه عجيب عجيب ايه 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 لان حتى في المسلسلات ابراهيم الوضع جديد فانا انا جدا قاعد استمتع لان نفس المسلسل عرفت السؤالة اللي قاعد تصير للأسامي حتى اليوم كان عندي قرار لازم اسويه بالقصة صار فيني لحظة لحظة سيكريت هذا منه بالمسلسل سيبطل اشوف الممثلين ايه عرفت ايه اله خوش ريال اعبي 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 وقرر علي سؤالة جديد حسنا حلو يعني حلو انا بالنسبة لي هذه احس يعني الحالة اني اكملها والألعبها واستمتع فيها اكثر من اوديسي لعدة اسباب منها الثيم اللعب انا اشوف احسن يعني الكمبت وايد افضل من قبل كل جزء عن جزء سيطور الكمبت سيصير افضل انا احسن ما ادري اوديسي الكمبت مالها خيالي اكثر من هذي لان البطل او البطلة كانوا عندهم قوة خارقة من الالهة الاغريقيين ايه كانت نقطة ايجابية بس حتى هذا حلو الكمبت غير اللوك اون ما عندي اي مشكلة و الابقرائد سيستمي والنس هم حلو ايه صح صح ايه ايه شف في شغلة انا بسهلة علي اللعبة هذي انا انا مو مهتم وايد وايد لها فما اكو قرار غلط ما اكو شي غلط تسوي او ما تحسف على اولا شي فمخليت لعبة ثلثة وقع استمتع فيها الامانة وفيه شغلة حلوة انا يعني لازم اتطرق لها شوي سالفة سلاح مالك سلاح مالك يعني اوديسي والاساسينكريدات اللي قبل كلها انت يطيحلك مليون ايتم تقعد تبدل فيه اللعبة ماكو يعني هو ايتم واحد والطورة كل ما تاخد ماتيريال تطور الطورة اكيد رح يطيحي اسلحة وايد بس ما توقحك كثير اوديسي يعني عادي سلاحك البداية تسوي لأبغريد طول اللعبة مادي عن سالفة لأبغريد بس الاسلحة لا اتبقى رح يصير عندك كوي مليون مليون لا يعني اوكي مثلا الخناجر الصغار هذيلا عندي اثنين هل عندك انت اربعة ستة ولا هما اثنين بس ماذا الخناجر الصغار اصلا اللي يمسكهم هذا الكنجر فاس صغير فاس صغير كم فاس عندك عندي ثلاثة كلهم نفس الشيء وعندي سلاح مو فاس اه قصدك الواحد لا يعني من انواع وايد اذا هو نفس الشكل مستحيل لعبة اساسن كريت وفيها مايكرو ترانزاكشن ليس معقولة يجعلون شكل واحد اذا صج خش تغيير ايه يعني انا حين خلاص السلاح الفاس عندك انت فاس ابوك اللي بتاخذ بداية اللعبة وانت الفاس اللي بلشت فيه وهذين الفاسين اللي تحتاجه منك اذا بتلعب بفاسين ما رح تحتاج فاس ثالث تطق بحلجك فخلاص هذين تطورهم طول اللعبة شكلهم هذا شي ثاني انا حس شدي ما ادري انا اشك في شيء صراحة ايه يعني انا الشيلد الحين عندي شيلد واحدة انا عشوف الحين هذا لابد الشيلد ايه يبيل انت تطور باللعبة نكمل ونشوف ايه مايندره انتقل الحق اللعبة اللي بعدها اللي ايهي ياكوزا لايك ادراغن ياكوزا انت ما لعبتها شوية يمكن بس البداية شوية ايه انا لعبتها وايد والله 12 ساعة يمكن لعبتها خل اللعب ياكوزا انا احبهم من زمان لاعب 0 لاعب كيوامي 1 و كيوامي 2 كيوامي 2 وصلت فيها بس ما ختمتها الباجي كلهم ختمتهم وبالنسبة لي اللعبة هذي افضل من الالعاب اللعبتهم من قبل من سلسلة ياكوزا لي سببين السبب الاول البطل البطل ما الالعاب ياكوزا القديمة كان وايد كول وانا كول واسوي طبعا يعني البطل الكول القوي انا ما افضل غالبا بس مع ذلك انت احبه وايد لان كان تصير فيه مواقف عجيبة تصير فيه اشياء و يعني كان سجنا بطل الكول بس كان يتمسخر وايد هني البطل عبيض اوكي قوي بس مو كول عبيض تصير فيه وايد حبيته اكثر صراحة من بطل الجزء الاول الاجزاء اللي قبل كلهم الشي الثاني اللي خلاني يحبها اللعبة اكثر انها هي لعبة RPG مو اكشن نظام اللعب تون بيست اقرب الى برسونا لانه نظام اللي ما كو مانيو ما كو مانيو ما كو مانيو اتاك بطلق حيل حيل عجبني وايد احلى من الاكشن يعني انا الاكشن بلعاب يكوزها لما يصير فايت امل شوي اذا صارت فايتات وايد ورا بعض امل من الاكشن اهني لا صرح ما اقعد امل حتى لو تصير فايتات وايد مستمتع فيهم اللعبة لعبتها 12 ساعة زي من 12 ساعة تقريبا 70% قصة و 30% لعب وايد فيها قصة وايد فيها قصة انا بالنسبة لي انا انا نفسك يعني لعبت كل نص ساعة مات احمد سكيتك انا وايد بس انت مو نفسي انت غير عني لان انت ما تحبي القصة وايد انا احب اذا كانت القصة انا انا لو اللعبة كلها فيلم عادي اقعد اشوف مكثر معاجبتني القصة في بعض الاشياء يطولون بزيادة بس انا كشخص مهتم يعني اغلب الاشياء اللي تصير رح الحداث و قصة تعجبني عشان شذي ما ملت كلش اه اداء اداءها ممتاز جدا شوف اه الحين شون نظامه مهمة اللعبة ترى فيها وايد اشياء فيها مليون سيستم فيها اوكي شخصياتك لها فيه لفل حق الجوب مال شخصياتك الجوب هذا شي ايبين من العالم فانال فانتسي الجوب تقدر تغيره كل شخصية فيها لها اكثر من جوب في سايد كوست في في شي اسمه مال شخصيتك تخلي عنده كرزم زيادة تخلي عنده ثقة بنفسه زيادة هذي اللي تبطلك اشياء وتوقع يبطلوا لك جوب في سيستم مال سايد كوست اسمه في اشياء انا ما اطلعتها لما الحين شي مكتوب علي مانجمنت من انت شركة تدير شركة عشان تطلع فلوس ماليون سيستم اه 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 في اوكي ديكس حق الاتباريهم ومسوينا بطريقة بوكيمون ايك واحد ويقولك انا عندي شي اسمه سوجيمون بوكيمون وقاعد اشوف حثالة المجتمع وقاعد اسجل شنو حثالة المجتمع وعطيهم نك نيمس انواع الناس هذا النوع واحد اللي يحب واحد اللي يحب ماذا ازبالة واحد اللي ياخذ علامات تسويق ويلبسها ويمشي فيها يعني اسوال في شي غريبة حسنًا 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 الصادق حسنًا 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 في قصة والبرسناليتي مالتك شون تطورها تلقي شخصية يقول لك انا احب اخذ امتحانات سيرتيفيكيشن ايه وما اخذ خمسين امتحان عرب شذي ويوريك ويقول لك تحال تحال ما اروح ويخوش مدرسة حق سيرتيفيكيشن ديش تكتشف انه هو يحب المالة العرب ويايبك عشان يتشيحه يقول ايا انا يبتلكم كستيمرتي يعرف ويعني قصة حوالين الموضوع هذا انت وانت تلعب يعني حينما اقول لك ممكن تحسنا شيء حلو بس وانت تلعب تكون رايح حق المين ستوري ايك شيء بالنص فشوية يعرقل الموضوع انت مهتم حق المين ستوري ايك قصة بالنص وفيها وايد حتي على شيء جانبي انت يمكن تستخدمها ايك ما تستخدمه ايك اسم حك فهذا ما يجب ان يجب ان يستخدم حق المماركة ايك ايك نظر انه ايك كي ايك تساعدني انت يجب انه ا PLA انا ليش ما احب العاب اللي فيهم قصة لازم اتوقع انا ودي اجرب اقول لك ليش هذين مجالبون في ذلك كمل بس روح اقول لك ليش لازم ابرمج مخي ان ترى هالي اللعبة قصة انا راح اقعد من غير لها احط من غير لها اصدقها موايد واشوف استمتع بالقصة مفروض نفس ويتشر انت استمتعت بويتشر صح ما راح تستمتع هنا في فرق كبير بينها وبين ويتشر هني طريقة تسرد القصة اوكي فيها فويس اكتنج بس اليابانيين يحبون التكرار والتمقط بالحشي اي 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 هذا الفرق ويتشر لما يقلت لك نكتة يقلتها مع الحشي شي بشي سؤال في افلام افنجرز هني لأ النكتة هي كونفورزيشن كامل بس هاي هدفها بس انها نكتة اوكي يملل هالشي يملل عرفت ماذا لنا نحن اخلصت خذيت السفت من الفهمت شون السيستم خلاص تقدر تنهي الموضوع الحي لا يحط لك نكتة عودة لازم فيه بالنهاية انه والله هذا اللي بيساعدك قاعد يحاول يحاول يضبط البنت بس ما قدار وانت شخصيتك كده تشوفه وتقول لا ما يصير انت حكي اعتوي هالموضوع هذا لو انشال رح انشال خلاص اراد هاته التمقط هذا وايد يبطء الموضوع اراد انا متعود عليه اي واحد ثاني ما رح يتقبل له وهذا اللي يصير معك لو القصص هذي له فيهم اخراج وانترستنج ومدروسين نفس القصة الرئيسية ما فيها الشيء الجانبية فيها وعلى الشيء كان تماما اللي ترد فالوتشر هو ناجح به الشيء الالعاب هذي والله صدق اعطيها فرصة واذي اجرب واذي اجرب رح اتمل انا متأكد منك رح اتمل فيه لانه تربز وايد يعني هذي انا اعطيه اوكي 90% من الناس اللي ممتعودين على الابلنية رح يملونك اي 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 اعطيها فرصة بس اشوف من الشكل اللي قاعد اشوفه اللعبة اليو اي مالها عجيب حين سالفة الترن بيس مالها واذي اجرب ترن بيس شديد ما 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 جربت رح اسوي خلنا نجرب يركز على الجيم بلاي فقط والسيستمات ودي انا اسوي تشوفه لانه هذا يعني رح اعطيك الزبدة بعدين انت لما تخلص كل هالليلة اللي بالبداية شنو رح تلقاه مع رابط ازاي العاب يكوز اللي قبل هذي ما كانوا جديد كانوا اكشن صح؟ كانوا اكشن بس ترى نفس الشي الفرق الوحيد السيستم الباتل بس بس كان فيهم الاشياء الجانبية والسيستمات الجانبية موجودة كلها يعني يمكن مو نفس السيستمات السيستمات مختلفة يعني كل اللعبة يحاولون يبون فيها شي يديد ما في السيستم البرسونالتي شخصيتك اللي شون تطور فيها ثقة تطور فيها الاشياء هذي هذي ما كان موجود في الأجزاء القديمة بس مثلا سوال في انك تدير شركة موجود بعض الأجزاء القديمة الجوب سيستم موجود هنا في شغلة انا بدي تكلم عنها عن هاللعبة اللعبة هذي نتوينها حق اللي يحبون الجي ار بي جي يقصدونهم بالتحديد ليش اول شي من قصة اللعبة ان البطل يحب دراغين كويست يعني يقول انا احب دراغين كويست يعني مو ان احب لعبة هيرو اوف ذا ماونتن لا لا مو مالفين شي لا يعني رايحين سكوير اينيكس ما اخذين منهم اذن يستخدمون اسم دراغين كويست لانا اللعبة باليابان وباليابان دراغين كويست مشهورة ولعبة احداثها بسنة 2019 وشخصية والبطل كان وهي القصة ان البطل يبلش بثمانينات هلو بعدين يدش هذا محرقي يعني هما بكل تسويقي قال بعدين يدش السجن ويطلع بـ 2019 فتفكيره على ايام دراغين كويست اول ويحب الاشياء القديمة وما يعرف شنو تليفون يعرات يعطونا تليفون يطاعة شنو هذا الاحداث هذه الحين قاعد صور بالثمانينات صح؟ حين انت حين بالثمانينات لا مو لا سوري بالالفين الفين سنة الفين الا انه كان فيها شرطة فيديو ايه سنة الفين الحين فهو يحب دراغين كويست يعني من احلام انه يصير هيرو بطل يعني نفس بطل الالعاب شذي ومن الاشياء اللي يخلي عنده دافع يساعد الناس شذيه فكل شي صاير نظام اللعبة مولف على طريقة ار بي جي يعني هو لمن لانه يحب ار بي جي لما يصير معاه واحد يديد مثلا في واحد يقول له او انت هذا الربعك يقول لي هذي البارتي ماتي sura مثلا لها علاقة سالفة الجوبس ماخذينها من الفين تأسي هاية واحد واحد اشياء لمحات اللي يحبون العه الار بي جي جي ار بي جي بالتحديد ستصبح عندهم مثلا بالباتل يتغير يقول فجأة شي سير باتل يقول لحظة الأشكالهم تغيرت حيونهم صارت حمر اللي معي يقول له تمت أفضل بالألعاب وعبالك فهو تعرف اللي التخيلات تصير بالصج باللعبة فأهم هذا شيء حلو وفي سوالة في السامنز اللعبة فيها سامنز شي يساعدك السامنز هذيلا مثلا في تساعد أم الربيان في كويست فاتيك شنها دراق نعود يتساعدك أتوقع هذا من خيال الشخصيين فحلوة من هالناحية شون مزجوا وفي شي القصة أنا تمست قلبي يعني أثرت فيني بشكل حلو لأن ليش أي واحد بعمري وكان يحب الفيديو جيمز من هو صغير وكان مثلا يشوف اللي بحزتها مثلا يستحزؤون أو عندهم الفيديو جيمز شي ما ليهال ولا مو هدف تحطه يأثر عليك ولا يطورك ولا شي شذي اللي مره بها المرحلة راح يحبون البطل هاللعبة ودوافع وشلون هو يفكر وشلون الشي ثاني أنه ما شفت لعبة الأبطال فيها ثلاثة كل واحد اثنين فوق الربعين وواحد فوق الخمسين أمار وتحبهم يعني اللعبة فيها شجاعة معنا ما تحط لك أبطال وشخصيات رئيسية من الشي المعتاد اللي والله نبي والله يا بنات حلوين ولا شباب كول ولا فهمت شون هالشي عجبني جدا هالشي عجبني جدا لا عيب لك شايب عمره الخمسين و راح تحبه من هالناحية أنا حيل حيل عاجبتني اللعبة والقصة الحين قاعد تمشي بنوع كل شابتر لقصتها في قصة عامة بس يهدونها وكل شابتر لقصتها قصة معينة وكلهم حلوين ما دري أنا اللعبة حيل عاجبتني وهي لعبتي الرئيسية الحين و قاعد نلعبها بشكل متواصل و أداءها على الأكس بوكس سيريس أداءها فضيع ممتاز جدا ماكو لودنج تقريبا ستين فريم بر سكند مو متأكدة أداء لأنه هناك مود هاي مود عظيم هاي غرافيك وفي مود تفورمانس لما نحط هاي غرافيك اكيد مو 8K يعني هل هاي غرافيك وهو 4K مع خصائص سوالة في الانعكاس يطلع لك احسن المدري شينه يطلع لك احسن هاي غرافيك وهو يزيد دقة الوضوح اعرفت اما ادري صراحة بس انه ما احسها بل هالا احلى من ناحية التصوير بس مو فرق كبير شكلا احسها 4K يقع اقولك مو واضح معي ترى فرق 4K لازم فيه شي اشي يقولي ترى هذا 4K او مو 4K لان اشوف التلفزيون يحط لنا 4K ايه الوضوح ايه بس ما ادري صراحة مو تأكد شاك نعمة بالامة فرق ايه طبعا يعني رسمها وشذي مو نفسه على الوسترن من ناحية اقصد يعني تظل سيقه التعابير مثلا التعابير معلوم تحسها روبوتية شوية بس المتيريال فيها عجيب واستحيلة المتيريال حلوة صح 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 وايد حلوة التكسشيرات حلوة بس التعابير كليين ولي درجة ان تحسها مو طبيعية بس تحسها عجيبة يعني وفي شي ثاني ماخذينا من العاب الجي ار بي جي ان فيها دنجنز اللعبة تجيش دنجن ما تقدر تسيب الا بماكن معينة وكذا يعني تحس ان كداش دنجن وفي الشغلة اليديدة اللي يابتها هذه اللعبة ان لعبة جي ار بي جي مو خيالية وبعالمنا المعاصر اعرفت ومفسرين الخيال انه خيال البطل اعرفت خيال تفكير البطل اي بالمخ لا حلوة حلوة ما تصلحك لصغار ابدا كل الثيمز اللي فيها ثيمز ملوت كبار و ويو يعني مادري كليش ما تصلح اي يعني قليلة ادب للعبة قليلة ادب مو قللة ادب تعكس الواقع اليابان انا عشت باليابان مازين اه قعد تاهكس الواقع بس يعني اه يعني ماكو شي حاطينا بس جذي يعني مثلا ما فيا مشاهد خلاعية مثلا ما فيها بس تروح نايت لايف مكان نايت لايف مو لي سبب يعني الاسباب ثاني يعني بس هذا الواقع باليابان في الأماكن هذي موجودة المشاكل مثلا يقول لك ليش الناس تشتغل نايت لايف عرفت يحكي لك في صراع مثلا بين ناس اليابون النايت لايف يوقف لأنه إليقل باليابان تعرف أنا لما عيشت باليابان كنت أسمع أسوال في هذه أدري أنها موجودة قاعد أشوفه هني موجودة مو تأليف يعني موجودة بالواقع فأعجبني هالشي يعني شفت شلون مثلا لعبة تحط لك عنف على غير معنى ولا لعبة تحط لك عنف على معنى نفس الشي يعني ما شفت شي حطينا على غير معنى وفيها ميني جيم و سايد الكويست و سوالف و ماذي 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 عودة اللعبة مو عودك حجما المكان انت تمشى فيه بس كثيفة كثافة يعني أنا حين بعد في وايد اشياء ما قلت لكيها في ميني جيم ديش سينما لازم ما تنام ويطلعوا لك خرفان لابسين كرافتة وايد يطلعوا لك يسوي لك ماجيك يخلونك تنام وانت تلعب بني جيم ان انت تخليهم ما ينومونك وهذا مختبس من شي موجود بالواقع باليابان ان باليابان لما تروح السينما في واحد اللي يقول لك لا تصور الافلام التصوير الافلام يتطلع لك بالشاشة دعاية يا مدعاية يعني قبل الفيلم تصوير الافلام ضد القانون ويطلع لك واحد شنو لابس كرافتة وراسه كاميرا ويطلع نهو تشنة قاعد وتطلع غنية فمختبسين من هالشي بس عطي لك خروف ويسوي نفس الحركات تغريباً اكي 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 انا يعني هم شي ثاني تخليني يحب اللعبة هذي ان انا عايش باليابان واصيد اوه هاي ما اخذيني مكان هذا اوه عالا سيالشي وقاعد افهم كل الرفرنسات من وين يعين اه فيعني انا عاجبتني وايد ما تصلح حق الكل بس اللي اللي بيتحمل البداية وارروح بعدين راح يشوف لعبة جبارة ومختلفة جداً اللعبة الثانية من ناحية المواضيع اللي تتحكي عن هاللعبة طريقة الخلط انه شون مكان يديد ولعبة ار بي جي ومدري وعالم يكوزة تركيز على اليكوزة وشدي والهلاقات بينهم وشدي حلوة الافكار اللي فيها حلوة سايد كوستات شفت شون ويتشر سايد كوستات افكار يديدة حلوة يعني مثلا شفت سايد كوست تروح مطعم في مافيا قاعد يبقون منك يهربة وانت لازم تحلل المشكلة تشيد اسوال في يديدة ما سباش فيناها في بي دي جيمز فهذا اللي يعجبني يقزل واتكلم عنها ما راح اخلص فاتوقع راح اعطيها فرصة ابراهيم راح اجرب شوف اذا ما قدرت تستحمل انا معاك لان انا ترى اطوف اذا اذا ما في فايس الحين اذا حتى له في فايس اذا فهمت الزبدة اطوف يعني ما ما اطوف كل شي ما اسمع لشي اقرب بسرعة واطوف الفايس هذا انا ما سوي بلا لعب لان الصج فيها وايد قرق اللعبة نزح خلصنا باقي لعبة واحدة ناخذها بشكل سريع ما راح نتكلم عنها وايد اللي هي جيرز فايف جربناها جربناها كعوب وصراحة انا جيرز لاعب الجزء الاول والثاني بعدين هديتها وتوني ارجع ياخي نفسها بالضبط ما تغيرت كل شيء اشياء بسيطة الاضافات يعني هي جيرز يعني بس هي جيرز ممتعة من عمر يعني وخصوصا لما تلعبها مع شخص ثاني يعني انا احس مستحيل العبها اللعبة بروحي طبعا من ناحية الاداء كل شيء تمام فيها امية بالايمية اللهبة 4K غرافيك ها وايد حلو غرافيك ها حلو 4K 60 اطاف ثانية الملتي بلاير حيل سل اسمالها اول لعبة ملتي بلاير العبها ما كو اي بطء الكنيكشن بيننا انا وياك ولا دليل يعني لما انا حتى جربنا انا وياك ان انت تسوي حركة واشوف عقب وش كثر ما انت تضغط الدقمة يطلع للشي بشاشة فوري الموضوع احراط فانا انا يمكن لاني لان احنا متعودين على نلعب باجهزة شوي قديمة بلاي سيش نتورك ما له شوي تعبان فيمكن هالشي اول مرة نحس فيه بس انا الصراحة هالشي يعني عجبني جدا لا وبعدين ابراهيم السلاسة يعني خصوصا يمكن الجيل يديد قاعد يخدم هالشي انا من انا مو شاق اللعبة انت دزيت لي امفايت انا طقيت على الامفايت اكسبت دخلنا اللعبة ودخلنا البارتي ويلا سنتمت يعني مو بس كذي انا ما سويت لك امفايت وانا قاعد بشاشة اللي ببلش الجيم واقدر اسوي لك امفايت فيها تقدر انت تدش عليك انت تدش عليك ايه بلا 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 صح 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 فحيل سلسل من هالناحية يعني مصدم انا شكذر يمكن انا تعود على اللعاب اليابانية بعد وما شوي معقدين من ناحية النت اوه انا سمونستر هنتر وايد اللعاب يعني فالجهاز ساعدنا والفلسفة الان لاين الامريكية والغربية وايد احسن من اليابانين همساعدتنا صح 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 كلعبه غيرز وتونس ولعبه من غير تفكير تلعبها وقصه شيني قاعد تشوف فيلم صح جنة مفاهمة صح صح بس حلوة يعني ما دري ما رح استحيل لعبها بروحي بس ايه ايه انا بعد ما رح اللعبها وناسا اوه عجيبة اتصير مواقف ضحك يعني اتصير شي غلطات ايه سوالف والله يفجر ابراهيم القناة باليم يا موت انا يا اخي اعرارت اللي تذيه في اتصير سيناريوهات انا منحكر ولازم هو يركض يساعدني يهجمون علي هذا كان خوش سيناريو اتنام اليوم مرة بس كان يونس ايه وفي يعني في سوالف حلوة انا شوف يعني والصعوبة مع اننا احنا حاطين يعني الانترميديات النورمل بس يعني صعوبة تونس ايه مو سهلة ايه لا بالضبط 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 بس اللعب نفسها سلس حلو اللعبة تونس وترمجانية على الجيم باس يعني يمكن هذي من اول لعبة نتكلم عنها بالبودكاست على الجيم باس والطاديك ما احسها يعني اوكي ما احسها تشيب اللعبة كلش احس البردكشن حي العالي العاب بالعب بس ما في الجيم باس ما فيهم لعبة تحيب يعني ما اكو شي ماكو علاقة بين الجيم باس so far يعني كل اللعاب terom universe العاب يعني وكي حصريات مايكلوسوفت لانها ي objectionه على الجيم باس ايه قيد الى هذا ممكن تقول لنا اوكي لانها يمكنها الاجباس العالي بسم тебе ايه او هذا ممكن نقطة نقاش بس الالعاب الثاني mày بالجيم باص ايه اساسه مو معرض 000 اشتركوا في القناة 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 كان سؤالنا الاسبوع اللي فات شنو العاب توقع المترق المترق قضى لما تكر الاجابة احنا تعرف السؤال الواحد والله قام ينسى لا لا احنا سؤال الحلقة بالبداية كنا كله عند جاسم كنا التشاور وشذي بس بعدين اعطينا الخيط والمخيط حق جاسم ما نذكرنا ايه فخلاص الشي يعني يروح من بالنا خلاص وقت الحلقة جاسم يذكرنا و جاسم فمعتمدين علي من هالناحية فالحين كل بودكاست يزيد ننسى سؤال حلقة اللي طهن بالاجوبة ما نتذكر خلاص نقرأ الاجوبة و رح نتذكر ان شاء الله الجواب عندنا صديقنا كافو على قولة ابراهيم يقول اللعبة المحبطة في رايزن zero dawn اخيرا لقاني وي اه اوكي كافو يعني الياباني يقول اللعبة المحبطة رايزن zero dawn اللعبة الحلوة cuphead منتظرها من 2014 وما خيبة امالي تستحق الانتظار واللعبة التعبانة هي واتش دوغز شكرا 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 عندنا md hd يقول اخر لعبة day one لعبتها واستمتعت فيها final fantasy 7 remake واخر لعبة day one تذكرتان السؤال اخر لعبة day one احمدتني death stranding و اكثر لعبة انتظر لعبها day one هي final fantasy 16 اوه صاحبي هذا بس انا ما اتفق معاك death stranding كانت عجيبة انا انصدامت انا اوه صاحب اوه صاحب عندنا صديقنا ماجد يقول لنا قبل اجواب على السؤال الحلقة انا حلقت الحلقة اوه صاحب احنا بس نقرأ اجوبة الحلقة فبالنسبة لسؤال الحلقة يقول ما كو لعبة اذا انزلت اشتريها بسرقة حتى لو لعبة احبها تنزل اليوم ما اشتريها بنفس اليوم حتى لو ماريو اوه احب ماريو مفروض يعني بس في لعبتين اعجل ان بشراءهم اوهما ماريو وزلدة مثل ما تنزل اليوم اللعبة اطوف ثلاثة ايام واربعة وبعدين اشتريها اما اللعبة الثانية الحلوة يقول ثلاثة اربعة ايام ماذا ليش ينطر ثلاثة اربعة ايام يقول بعد ما اشتريها مع الالعاب الثانية الحلوة عادة اطوف عشر ايام او شهر ما عندها مشكلة بالنسبة للعبة اللي انطرها على جهاز نينتندو سويتش اهي مت مترويد ويعطيكم العافية وشكرا شكرا 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 اتفق معك شكرا اذكرني بشغلة ريزن تيفل 7 موجودة في جهاز اي 7 موجودة انا كنت ابي العبها احتمال العبها قبل ان اتنزل 8 شكرا 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 انا ما اذكر اني جربت اليوم من أي لعبة من قبل كراش 4 لا يوجد سبب لأنه موجودة في Game Pass خذت لعبتها نعم لدينا صديقنا محمد NJ7 جواب السؤال يقول أكيد زلدة Breath of the Wild ختمتها شبه خمس مرات وكانت أفضل تجربة التجربة العالمي وحياتي وأفضل لعبة صراحة ابراهيم ستبدأ في رسمها في تويتر شكرا 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 لأن الأكس بوكس يجبني أن يرسم لكنه يجب أن أقلي التعمل فأشجعني وبيني أرجى نعم لدينا نخرجvous القتible من بأ النحimme با أيضًا م thanks to the titular نحن نفسي أبداً ما أشتري لعبة من أول يوم لا لعبتين إلا لعبتين شرعتم في أول يوم نير أوتوماتا لمنزلت على الأكس بوكس وثاني لعبة كانت بوكيمون شيلد كل الألعاب استمتعت فيهم معجبوني خاصة خاصة النير إلى اليوم تعتبر من الألعاب الرهيبة عجيباً نير موجودة في جيم باستخدام نعم Z965C فهد جواب الحلقة يعطيكم الحافية على الحلقة على الحلقة المتوحة اعذروني كنت مشغول في تختيم الألعاب يقولك خطها مويدة ألعاب أنا أتابعكم بصمت لا 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 أنت صوتك واصل حتى لو ما تحلق يا صديقي أنا طلب ثلاثة ألعاب في يوم الإطلاق واللي أهمى Cyperpunk هو يوائد حبدي Pathless ولعبة ساك بوي اعذروني شكله هو يحب البلايستيشن ايه بلايستيشن كلهم حصريات بلايستيشن The Pathless تقييماتها مويدة أكثر مويدة عجبتني لا لا شكلها مويدة حتى أنا عجبتني بس ما هي تقييماتها تصير عالية مويدة تقييماتها أسلمتني لا نجربها يقولك رميته بالورد فرماني بالرصاص ما رح تغني لنا جواب الحلقة با ما ما نزل يقول جربت جربت داي وون من لعبة واحدة واللي هي نومان سكاي واعتقد واضح ليش بس سويتها مرة واحدة وما راح أعيدها قاعد يعني اختيار نومان سكاي هي اللعبة اللي خيبت مويدة ناصر معنى الهين حلوة مويدة عجيبة مويدة عجيبة مويدة عجيبة داي وون كانت تعيسة نعم هقولك موجودة عجيبة ونزلتها ولعبتها وكانت حلوة اوكي عندنا عبد الرحمن المري يقول طبعا لعبة زلدة براثة عجيبة كانت تجربة داي وون ولا تنسها واللعبة القادمة بتكون هايرول ووريورز هذا صديق اوه ها بزلدة كلهم داي وون ايه ها ها اقول طفي شاحن ونفاون فايف اللعبة اللي كنت انا متحمس لها وخيبة تظنى هي ذي نينجا غو واللعبة اللي انا متحمس لها اللي هي هايرول ووريورز ايج اف كلامتي واللعبة اللي انا كنت متحمس لها هي ماريو اوديسي اوه شكرا شكرا على هذا الجواب عندنا بيرثلدوت سامة يقول خاصيته اوكي اوكي يمكن مو جواب اوه لا لا مو جواب لا يكون سار يقول انا من النوع اللي قبل واشتري لعبة لازم اشوفها لازم اشوفها اوه انا من النوع اللي قبل اشتري لعبة لازم اشوف لها مراجعة وتقاييم بس لعبة واحدة شريتها باول يوم وهي واخيرها هيديس هاديس بسبب اني اثق بالمطورين واشوفها من افضل القعب السنة في لعبتين متأكد ان من اول يوم راه اطلبهم طلب مسبق بدون ما اشوف تقييمهم وهما هولونايت اذا انزلت يعني عندنا جديدة هولونايت سونج في لعبة ارتزل اسم هولونايت سونج سلك سونج هولونايت سلك سونج هولونايت سلك سونج نحن نحب اللعب الاندي وقليلين صراحة نحن نحن نحب اللعب الاندي بعد نعم عندنا حسين عزيز يقول اللعبة المحبوطة Crash 4 واللعبة الاسطورية حيل كانت Zelda Breath of the Wild أو Xenoblade 1 Definitive Edition واللعبة التعبان اللي تاخذها بكل شرف هي Animal Crossing New Horizon أفرع ليش ما عجبت يمكن عندنا بيغ ساك بوي يقول لعبة قبل يومين منزول اللعبة طلبتها طلب بسبق وما ندمت عليها أبدا واللعاب اللي بشتريها داي وان إذا نزلت طلب نصر ليه Devil May Cry ولعبة Little Big Planet ساك بوي اللعبة اسمها ساك بوي يعني لعبتك انت البطل اللعبة شكرا 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 عند الجواب الحلقة من زياد بايا يقول اتوقع ان الكل عارف شكرا وشكرا شكرا شكرا استساهم شكرا شكرا سحتytic داي ون وفي ثلاث ألعاب داي ون ما غير تفكير 초 نقري واحدة صدمتك إنها وايد عجبتك لا 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 واحدة هاds وثالة شانوه premiere İns think emp نحن عاد قلنا لا تقولوا نواية تقولوا ما بعدين انا نظفت قلق وقلوا لنا إذا واحدة خيبت أملكم وقلوا لنا إذا واحدة عجبتكم يعني قلق قشمو بس أنا الألعاب الداي 1 ثلاثة همه يعني انت لما تقول الألعاب الداي 1 أكيد سلسلة انت تعرفها وتحبها بتخليها دي 1 لألعابها اليديدة تخليني 1 فأنا بالنسبة لي زلدة زينو بلايد وفاير أمبلم لو تخيرني إذا بتخليني أربع تعطيني بعد واحدة أقول لك سلسلة فهذه السلاسل الديوان بالنسبة لي لعبة ديوان شريتها وخيبت خيبة أميلي وايد لأن أغلب الألعاب أشتريم ديوان فأي تقريبا أي لعبة خيبة أميلي خذيتها ديوان يعني من الألعاب خذيت ديوان راح تنضافها وايد ماذا أقول لك صعب فأنا أضم إعجابتي إلى إعجابتك يعني في لعبة ديوان أنا شريتها وأنا ناسي نشاريها كنت نسوي لها بري أوردر يعني وناسي نشاريها ويعني هي اللعبة الوحيدة اللي راح أذكرها اللي هي ديوان وكنت ما راح أشتريها أصلاً أشتريها خلاص كنت مقتنع أنا ما راح أشتريها ما بيه كان طلعتني شاريها وصالها دولود وأنا مادرش سالفة كان عجيبة يا خي أتوقع لو أنت مشاريها كان تحمست لها من البودكاست شاوية يمكن يمكن البودكاست ترى خسار سهلات مع الأكس بوكس عندنا سيستم يديد سهلات زين عندنا سؤال سؤال يقول طبعاً دامنا الحلقة اليوم ركزة على الأكس بوكس والجيل الجديد وهذا عندي والأكس بوكس عندهم جهاز قوي بتقنيات قوية بس ما عندهم ألعاب السؤال يقول شكثر تعطي أهمية حق الجهاز وخي نقول تجربة الأكس بيينس مال اللعب مالك من كل النواحي الصوت الصورة اللودنج الراحة المدري شنو كل النواحي هذي شكثر تعطي أهمية حق شي حق هالشي وشكثر تعطي أهمية حق الألعاب نفسهم أبي نسبة يعني مثلاً إذا إذا الأهمية نفس الشي بالنسبة لك تقول 50% هني 50% هني إذا أنت يهمونك للعاب أكثر تقول مثلاً 70% لعاب 30% لازم المجموع 100% 30% الجهاز والأكس بيريينس إذا أنت مثلاً عشان أعطي الناس مقياس إذا أنت 100% للعاب معناته أنه لو تلعب اللعبة على شاشة الصغر بيد كحيانة وضوح حيل وهذا ما يهمك إذا دامنا اللعبة حلوة ما يهمك لشاشة هذا 100% للعاب إذا الجهاز 100% معناته يعني إذا ما يكو ولا لعبة إلا سنيك عادي بس أهم شي إن أنت تلعب بشكل مريح وانت قاعد وكل شيء سريع أو الأشياء سريع يعني إذا اللي يو وكتبوا 100% كلهم بعتبر أن أنت عادي ما عندكم تلعبون على دقة وضوح 160 بي بشاشة الصغر بدقهم كحيانة هذا شيء عطوا بالكم شيء وعطونا ليش يعني أنا قول أنا 50% لأسباب هذه أنا 60% هنا 40% هناك لأسباب هذه فهذا سؤال مني هذا الأسبوع معقد شوية بس أتوقع أنتوا تعودتوا على أسئلتنا وقد إنكم تجاوبون أسئلة معقدة بهذه نعم فقط هذا سؤال مني هذا الأسبوع شكرا يا الراهيم تمت الحلقة بسلام تمت فقدنا صديقنا جاسم لا أعرف لنضبغه إن شاء الله إن شاء الله يرجع الأسبوع إن شاء الله إن شاء الله يرجع الأسبوع ون Ruth ونهد موضوع كان بيزنسي أنا أبي جاسم معنا صلاحا فأجلتها الأسبوع القادم الموضوع ما لعلاقة بالوقت نقدر نقولها بأي وقت إن شاء الله إذا جاسم معنا الإسبوع اللي نتكلمكم موضوع البزنسي هذا وهذه حلقتنا من بودكاست كهو جيمر لهذا الأسبوع شكرا على متابعتكم لهذه الحلقة لا تنسوننا باللايك والسابسكرايب والشير تابعنا بحلقات القادمة من بودكاست كهو جيمر ومع السلامة مع السلامة اشتركوا في القناة